بسم الله الرحمن الرحيم والحماس في الأهل يتعلمنا وتربنا على إيه؟ على حب الكيان كبرنا وعرفنا واحترمنا المبادئ والأخلاق عشان كده يظل النادي الأهل دائما هو نادي المبادئ والأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم اسأل عالأهل وبطولاته هيقول لك وسع للأرض وتفايا عالأهل بنو الأهل نقطوا من أول الصدر الأهل جايان ومكان بالقلب وعشك عمر على أهل الأهل في كل زمان كانت الشياطين الحمر على أهل الأهل جايان ومكان بالقلب وعشك عمر على أهل الأهل في كل زمان كانت الشياطين الحمر أهل الأهل أهل الأهل أهل الأهل فخر مصر وأفريقيا بالنادي الأهلي طبعا لأن النادي الأهلي دايما بيكون في حتة تانية في مكانة مختلفة بيشهد بها كل المنافسين قبل أبناءه الحقيقة بكل أمانة دائما ما نجد منافسين النادي الأهلي بيشهدوا له بالاحترافية والنظام وعدالة وتطبيق المبادئ بعيدا عن أي نتائج مين كسب مين اتعادل مين خسر تمام دي بتبقى في الكورة بساعات بنكسب بساعات بنخسر حاجة هنتكلم في هذا الأمر ولكن دائما يظل النادي الأهلي هو فخر مصري الحقيقة في الرياضة المصرية ودائما ده اللي احنا بنشوفه من خلال أوجه الناس كلها وجوه الناس كلها لما بيحصل حاجة في النادي الأهلي لأنه بنقول كده ليه لأنه الحقيقة استكمالا لرعاية النادي الأهلي والعقود اللي بيعملها واللي بتعتبر عقود تاريخية الحقيقة في مصر وإفريقيا يمكن للناس كتير قوي هتقول لي انت عمال تفخم وتعظم وتكبر والله يا جماعة يمكن عشان أنا في الموضوع شوية فببقى عارف كيف تعمل الشركة المتحدة مع النادي الأهلي عشان يقدروا يجيبوا حاجة تليق باسم النادي الأهلي وبسمعة النادي الأهلي الموضوع مش بسيط زي ما حضرك متخيل انه أنا معرفش الناس بتتخيل في هذا الأمر ازاي ولكن مهندس سيف الوزيري والأستاذ محمد يحيى مع الكابت الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في الجانب الآخر الحقيقة مش عايز أقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل عشان نصل لهذه الأرقام الأرقام اللي احنا الأرقام في الفلوس يعني فالأرقام اللي بتيجي للنادي الأهلي يصدقوني بتيجي عشان اسم النادي الأهلي وبتيجي علشان المميزات اللي بتديها الشركة المتحدة للناس كلها مع المميزات النادي الأهلي واسم النادي الأهلي وشعبية النادي الأهلي ومقرات النادي الأهلي و 19 لعبة موجودة في النادي الأهلي أشار ليهم كابتن محمود الخطيب النهاردة حاجات كتيرة جداً هنتكلم فيها ولكن الموضوع مش بسيط الموضوع مش إن انا يلا جماعة تعالوا نقعد نتكلم فخلاص الموضوع خ دس حاجات داخلية بقى جوه العقد يعني ما نقدرش نتكلم فيها ويمكن ما نعرفهاش فما نقدرش نتكلم فيها فلكن اللي عايز اقوله لحضرتك ان اسم ناديك كبير افتخر باسم ناديك اتبسط باسم ناديك هنتكلم في الكورة وفي الرياضة وهنتكلم في اللي بيحصل في الكورة وتعادلنا ازاي مع سانداونز وهنعمل ايه الفترة اللي جاية وهنتكلم في كل الكلام ده ولكن هنتكلم وإحنا فخورين هنتكلم وإحنا سعداء باسم نادينا ومبسوطين ان عندنا نادي او عندنا مجلس ادارة بيقدر يجب لنا رعاة بالشراكة طبعا مع الشركة المتحدة لهذا الامر فبالتالي اسم النادي الاهل كبير جدا خلينا نفتخر ودايما نبقى مبسوطين وحنرجع نتكلم عن اللي بيحصل في الكورة والكلام ده ولكن النهاردة انا بقولي الكلام ده كله ليه بقوله لانه النهاردة كان فيه مؤتمر كالعادة مؤتمر شياكة مؤتمر احترافي مؤتمر عنوانه الفخامة الفخامة لانه هو ده النادي الاهلي زي ما حضرتك شايف كده حاجة محترمة حاجة جميلة اعلان النادي الاهلي النهاردة للراعي الخامس لو انت داخل المؤتمر بلاش وانت داخل من بره خالص من الباب من بره تنظيم وفخامة هتعرف على طول ان ده النادي الاهلي هتعرف على طول ان ده النادي الاهلي شريك في هذا المؤتمر لانه النهاردة كان الاعلان عن شراكة جديدة للنادي الاهلي مع راعي جديد وهو شركة شل العالم الشركة العالمية اللي بتفتخر برعايتها للنادي الاهلي مش اسلام اللي بيقوله الله يعني كل المسؤولين والعاملين بالشركة بيفتخروا بشراكتهم مع اكبر الاندية الشرق الاوسط مش كلام اسلام ولكن هو ده الكلام اللي قالوه حنسمعه لحضراتكو دلوقتي كبير الرياضة في مصر النادي الاهلي كبير الرياضة في افريقيا النادي الاهلي مين مش هيكون فخور بالنادي الاهلي وبنظامه وبنبادئه وقيمه وانجازاته ده فعلا العلامة البارزة في تاريخ الرياضة في مصر وافريقيا شفنا الشياكة المؤتمر شفنا الترحيب الكبير من مسؤولي شركة شل بمسؤولي النادي الاهلي وعلى رأسه من كابتن محمود الخطيب اللي بادر بالترحيب بمسؤولي الشركة واكد ان النادي الاهلي دائما يرتبط اسمه بالكيانات الكبيرة لانه هو كبير الرياضة المصرية اكد ايضا على سعي ورغبة النادي الاهلي في انجاح اي شراكة مع اي كيان وده بيكون نجاح للاهلي والكيان الشريك الرئيسي وكابتن خطيب برضو عدد المزايا النادي الاهلي عن باقي المنافسين فالنادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك في بداية كلامي النادي الاهلي يمتلك اربع مقرات يضم 19 لعبة 70-80 مليون 90 مليون يعني انا مش عايز بسش ما يقولكش ده بيبالغ وبيعمل تبتتكلم في 70-80 مليون اهلاوي واكد على فخره بان النادي الاهلي بيساند كل المنتخبات الوطنية الحقيقة في كافة الالعاب وكافة المراحل السنية وده مهم جدا جدا اوعى حضرتك تفتكر ان اي عقد رعاية بيتم توقيعه او اي عقد شراكة بيتم توقيعه بيبقى الموضوع انت بتصرف على 19 لعبة انا والله سمعت ارقام هي موجودة في الميزانية ولكن برضو خلينا نتأكد من هذه الارقام ان مثلا الفلوس اللي بتصرف على نظافة مقرات النادي الاهلي مبلغ كبيرة جدا جدا عشان عضو النادي الاهلي يبقى قاعد عضو جمالة وما في النادي الاهلي يبقى قاعد فيش ورقة مرمية حواليه مفيش حاجة حواليه كده ولا كده ده المجرد ان مجلس الادارة شاف ان هناك بعض التقصير في بعض الامور فحتخش او لما تيجي تتكلم عن ارقام هيجي وقت واتكلم مع حضراتكم في هذه الارقام ولكن لما تيجي تتكلم عن ارقام هتسمع حاجة رقم النظافة ده مثلا في الاربع خمس مقرات اللي موجودين في النادي الاهلي ايه الرقم ده هو النادي الاهلي بيعمل كده علشان ايه عشان اعطاء جمعيته العمومية وده اسمه النادي الاهلي فما ينفعش يبقى فيه ورقة مرمية هنا ولا ورقة مرمية هنا ولا كذا ولا كذا الحقيقة مهم جدا ان حضراتكم تبقوا عارفين هذه الامور لان الكابت الخطيب كمان اكد على ان الرهان دائما بيكون على ايه على ايه على وعي جمهور النادي الاهلي ومسندته لكل فرق النادي كل فرق النادي وانا قاعد من شوية قاعد بتفرج على كابتن هيسم السعيد وهو مستضيف احد فرق الناشئات اليد وجايبهم معنا هنا في القناة علشان الولاد او البنات كذبوا بطولة قد ايه هم فخورين ان هم بس مجرد موجودين في حاجة تخص النادي الاهلي وسعاداتهم وان هم هيطلعوا على قناة الاهلي حاجة جميلة جد ده من ضمن الحاجات الصغيرة قوي اللي بيتصرف عليها داخل النادي الاهلي مصاريف النادي الاهلي اوح حضرتك تتخيل ان الاهلي بيصرف على الكرة بس لا 19 لعبة يا كابتن 19 لعبة بنصرف عليهم من اول الشباب والناشئين والاطفال لغاية لما يجبروا فرق اولى فهنا كابتن بيقول ايه كابتن بيتكلم عن وعي جمهور النادي الاهلي ومسندته لكل الفرق وفي نفس الوقت مسندت هذا الجمهور لرعاة النادي الاهلي وهو ما يمثل المحرك الاساسي لهذه المنظومة الناجح وبالمناسبة ده دور الجمهور اللي دايما جمهور النادي الاهلي تحديدا انا مليش دعو بحد تاني ولكن انا هنا بتكلم على جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي والعامل الاساسي في اي نجاح في منظومة النادي الاهلي او في اي منظومة مش في منظومة النادي الاهلي ولكن تحديدا مع النادي الاهلي الجمهور هو الشريك الدائم في هذه النجاحات كابت الخطيب كان حريص على توجيه الشكر إلى كل قيادات الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم المؤسسات النجحة النادي الأهلي مؤسسة نجحة وبالتالي كل مؤسسات الدولة بتدعم النادي الأهلي لأن هم شايفين النادي الأهلي مؤسسة نجحة من الآخر مش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير ولكن زي ما حضرتك شايف أشار أيضا الكابت الخطيب إلى ضرورة استمرار بزل المديد من الجهد لاستمرار تواجد النادي الأهلي في الرياضة كلمة كانت مهمة جدا 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 للكابت المحمود لأنه زي ما قلت لحضراتكم أهم حاجة في الكلام اللي بيتقال لأنه الناس برضو أو بعض بيقولك إيه يقولك يا جماعة ما أنتو يعني عملين تمدوا مع رعاوة بتصرفوا على بنصرف النادي الأهلي بيصرف على إيه النادي الأهلي بيصرف مصاريف حضرتك مش متخيلة وكلها في المصاري تخيل حضرتك أن السنة دي معظم المصاريف اللي اتصرفت اتصرفت على مقر جديد زي مقر التجمع الخامس أو القائرة الجديدة حاجات كتيرة جدا 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 وأنا إن شاء الله قريب بنحضر لحاجة إن شاء الله لو قدرنا قبل رمضان أوكي ما قدرناش حيبقى بعد رمضان إن شاء الله نتكلم فيها عن إيه هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا وهي كيف استطاع النادي الأهلي أن يدير محفظته المالية والاقتصادية خلال الفترة السابقة وحيعمل إيه الفترة اللي جاية علشان نقدر نجيب اللعيبة اللي احنا عايزينها ما يقفش معانا أسعار ما يقفش معانا طبعا كل حد وكل نادي في العالم له لمت في كل حاجة عايزين نكبر موردنا ونكتر موردنا كل ده هنحاول نتكلم فيه مع حضراتكم خلال الأيام القادم عموما تعالوا نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في مؤتمر اليوم لشراكة مع شركة شليل العالمية تعالوا نتكلم نشوف كابتن خطيب أهلي ونرجع نكمل بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وحضركم طيبين يعني طعموا بناسبة الأيام المباركة اللي احنا بنعيشها دلوقتي وقرب كدوم شهر رمضان الكريم وإن شاء الله شهر مبارك علينا جميعا وعلى بلدنا إن شاء الله وربي عم الخير والسلام علينا جميعا بإذن الله النهاردة الحمد لله يوم جديد وشراكة جديدة مع الراعي الخامس للنادي الأهلي والحقيقة طبعا برضه هو أمر بيساعدنا جدا لأن من خلاله بنحاول نحقق مصلحة النادي الأهلي في البداية بس خليني أرحب السيد المهندس خالد قاسم مدير الشركات شيل مصر وكمان أرحب السيدة الأستاذة أمال الشيخ المدير التنفيذ والعضو المنتدى بشركة شيل للزيوت مصر وجميع قيادات الشركة جميع السادة الحضور والإخوة العالميين الحقيقة بكلكم مشرفيننا يعني في البداية لازم اتوجه بالسكر لله سبحانه وتعالى لأنه بالرغم من صعوبات كتيرة جدا يعني بتمر بالنادي وبيتقابلنا وتحديات كتير جدا جدا بنواجهها نحن بنسعى دايما بنعظم مواردنا ونحاول نوفر احتياجات النادي الأهلي عندنا زي ما قلت قبل كده النادي الأهلي كان النادي الوحيد في الشرق الأوسط زي ما كانش في العالم اللي يملك أربع مقرات لحد دلوقتي المقر الرئيسي جزيرة بعدين مدينة ناصر مدينة الشيخ زايد والحمد لله التجمع دلوقتي غير فرع آخر اسم النادي الأهلي عليه والنادي أهلي مدين نوهاو لإدارة هذا العمل في الأقصر مع تقدس ان هناك نادي في العالم عنده هذين مقرات وماعتقدش برضو ان هناك نادي في العالم عنده أكتر من 19 لعبة 19 لعبة لأطفال الصغيرين لغاية الفريل الأول رجال وسيدات على أساس ان احنا دي رسالة ورسالة محملين احنا مسؤولية كبيرة جدا تجاه بلدنا ان احنا ازاي ندعم منتخبات مصر او مصر في كل الألعاب وده دور كبير جدا لنادي الأهلي والحمد لله اعتقد في معظم الألعاب الموجودة النادي الأهلي بيمثل اكتر من 50% من اللاعبين اذا ما كانتوا اكتر من ده في كل الألعاب دي مسؤولية كبيرة جدا لكن النادي الأهلي حريص ان هو يقوم بدوره وبدوره الوطني تجاه بلده وتجاه الناشئ الصغير وتجاه الشباب ازاي نوصل رسالتنا وازاي نوصل ده لكل شرائح المجتمع بدور وادوار المفروض الأنبياء الرياضية وكلها يعني برضو عايز اقول ان احنا كمان الحمد لله من خلال الرعايات من خلال الشراكات الموجودة دلوقتي حاسين ان احنا بنحاول بقدر مكان يعني بنحاول نحاق النجاحات والحمد لله في نجاحات اتحققات لكن كمان ما بننساش ابدا ثوابت وقيم ومبادئ النادي الأهلي اللي المفروض احنا اتربين عليها من اسزتنا اللي سبقونا وان شاء الله ننقلها للي جاي باذن الله نتعاقد مع شركة شيل شركة كبيرة جدا في مجال الطاقة والبترول لها دور كبير جدا في مصر والعالم اجمع والنادي الأهلي زي عدته دايما بيعمل شراكة بيعمل شراكة معها كيانات اقتصادية كبيرة وعملاقة شركة تعقص كيمة الأهلي وشعبية الأهلي العالمية وايضا تعقص كيمة الشركات والكيانات الكبيرة طبعا منهم شركة شيلة لكن هناك شريك دائم شريك في كل خطوة منذ انشاء النادي الأهلي 1907 لغاية النهاردة فيه شريك دائم شريك الدائم ده هو جمهور النادي الأهلي جمهور واعي جمهور عنده وفاء وعسق كبير جدا جدا لنا دي احنا دايما بنراهن على جماهرنا وهنفضل نراهن عليهم لانهم فعلا دايما في ظهر النادي الأهلي مش بس في المواقف الحلوة والبطولات حتى في المواقف الصعبة اول ما من اللي بيساند وبيدعم هو جمهور النادي الأهلي وكمان الحقيقة دافع ومحرك اساسي لمنظومة النادي الأهلي ودوره كبير جدا في تحقيق كل البطولات ودوره اكبر في دعم شركاء النادي فانا بعتبره ده شريك اساسي بالنسبة لنا في كل خطوة بيخطوها النادي الأهلي كمان عايز اشكر كل المؤسسات الوطنية في الدولة اللي بتساند كل الكينات النجحة او في اي مجال تحت قيادة السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عايز مرة تانية اشكر الوستاذة امالي الشيخ وكل المسؤولين في شركة شيل لحرصهم على التعاقد مع النادي الأهلي وان شاء الله تكون شراكة نجحة بإذن الله وتحقق مصلحة جميع الأطراف ان شاء الله كلنا عايز اقوله بقى عايزين نعهدكم على الاستمرار العمل بنفس الجهد والاخلاص اللي كل السادة الزملاء مجلس دارة وإدارة تنفيذية وجميع العاملين وجميع اللاعبين كلهم ليهم هدف واحد وهو كيفية يعني ان احنا نحافظ على الناجي الأهلي يكون دايما في المقدمة يعني بنعاهد الناس كلها ان احنا نستمر في موجهات اي ظروف صعبة وتحديات راهنة ومسؤوليات كبيرة جدا في ظل ظروف زي ما قلت ظروف من الصعوبة اللي احنا بنمر اللي بيمر بها العالم كله ومش بس احنا بس لكن الظروف دي بتتطلب مننا دايما ان احنا يعني يكون هناك افكار جديدة يكون هناك افكار مبتكرة ازاي ان احنا نحقق مصلحة النادي الأهلي والمصرفات العالية جدا جدا الموجودة لكل شبابنا الموجودين في كل الالعاب الرياضية ومنشقات النادي الموجودة ومصرفات النادي اليومية الناس ده موضوع ضخم جدا احنا محتاجين اكتر من رعاية عشان ان شاء الله نعمل التوازن اللي موجود ما بين المصرفات والارضات وكمان عشان ليستمر النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله في اداء رسالته وان شاء الله دايما يبقى النادي الأهلي رقم واحد بشكر جميع السعادة لحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهم ما لفت النظر في هذا الأمر في كلام الكابتن محمود اللي يخصينا احنا بقى كجمهور النادي الأهلي الحقيقة كلمة مهمة جدا قال لك ان انا لازم يبقى عندي عدد رعاء اكتر كمان من كده كمان خلال الفترة اللي جاية لانه لازم اعمل التوازن ما بين الاراضات والمصرفات يعني انا بصرف كتير جدا كنادي أهلي وكالممول الأول لمنتخبات مصر في كل الألعاب في التسعتاشر لعبة وفي كل الأعمار السنية وبالتالي انا محتاج رعاء اكتر محتاج لان انا بصرف كتير بصرف على يوميا على النادي زي ما قلت لحضراتكم بصرف شهريا على العاملين والموظفين اللي في النادي بياخدوا مرتبات فبالتالي انت عندك مصاريف كتيرة جدا وكبيرة جدا محتاج عدد رعاء كمان اكبر خلال الفترة الجاية ودائما الحقيقة التعاون الكبير ما بين النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي والشركة المتحدة اعتقد ان ده بيدينا وان شاء الله هنشوف اكتر رعاء خلال الفترة القادمة كمان شفنا سعادة مسؤولي شركة شيل برعاية النادي الأهلي الاستاذة امال الشيخ المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة شيل لزيوت مصر اتكلمت وعبرت عن سعادتها بتجديد الشراكة مع النادي الأهلي والتي تمتد منذ سنوات طويلة وقالت ان ده مصدر فخر لشركتها وشايف تاريخ وعراقة النادي الأهلي مع شركتها التي تعتبر من اقدم وابرز الشركات في مجالها وان الاستمرار والتميز دائما ده شعار النادي الأهلي تعالوا نطلع نشوف ماذا قالت امال الشيخ المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة شيل الزيوت مصر ونرجع نكمل الواحد لما كان بيبقى بتفرج على الكرة من خلال التلفزيون كان احساس مليان حماس ونشاط لما يبقى قاعد معاقمات كبيرة جدا من اللي هم كانوا بيلعبوا وبيدون الاحساس ده احساس تاني خالص الحقيقة حاجة مشرفة وسعيدة بها جدا انا الحقيقة حب ان انا ابتدي يعني مش هنشكر بس يعني هنرحب بكل السادة الحضور وطبعا الكابتن محمود الخطيب المعروف جماهريا بالكابتن بيبو اسمحلي يا كابتن يعني ده هرجع لمعتز لما كنا بناقاعدين قمت بالتلفزيون ونشوف كابتن بيبو في الملاعب طبعا كل السادة اعضاء مجلس دارة النادي الاهلي المشرفين النهاردة الفريق الفني او الممثلين كمان من فرق الكورة اللي موجودين معانا النهاردة وكل القامات اللي موجودة من النادي الاهلي برحب بيكو برحب بكل الاخوة الاعلاميين والصحفيين لانا عارفة هم دايما موجودين معانا في شركة شل في المسيرة بتاعتنا ولكن النهاردة انا عارفة ان لها مزاق خاص ويعني موافقة عليها كمان برحب بكل شركائنا وموثلين العملاء الكبار لشركة شل شركائنا في النجاح موزعين الكبار اللي هو ممكن يكونوا برضو عندهم نفس الاحساس اللي بينتبني وبينتب كل الناس في وجود نخبة جميلة من النادي الاهلي واخيرا طبعا هرحب بكل يعني المدعوين اللي موجودين معانا ومن شركة شل ومهندس خالد قاسم رئيس شركات شل في مصر بشكر جوا طبعا على تلبية الدعوة اللي احنا موجودين فيها النهاردة وهي ان احنا نشهد احتفالات التعاقد او الرعاية مع النادي الاهلي الحقيقة هي لها برضو مزاق خاص لان دي رابع مرة هنجدد فيها الرعاية مع النادي الاهلي على مدار العشر سنين اللي فاتوا لما بتكلم على النادي الاهلي وشركة شل هبتدي يمكن كنت بفكر ايه هي العوامل المشتركة ولقيت لا حاجات كثيرة الحقيقة اولها التاريخ تاريخ شركة شل احنا يمكن بتدينا يعني هنستحمل تستحملوني شوية في الحقيقة احنا بتدينا في 1897 تاريخ في 1907 تم انشاء النادي الاهلي في مصر كنادي الجمهورية وده في نفس التاريخ اللي علامة شركة شل اتكونت فيه في البدايات في 1911 بقى فيه تاريخ هنا برضو بالنسبة لنا تاريخ مهم لانه ده التاريخ اللي تواجدت فيه شركة شل في مصر وفي نفس هذا التاريخ اول فريق كورة للنادي الاهلي تم انشاؤه في 1911 حقيقي تاريخ كبير جدا انا شخصيا لما بشوف كده وبشوف القمات اللي قاعدة موجودة النهاردة بقول يعني ده تاريخ مجهود عظيم بنفتخر به وبتالي تاريخ العالمتين زي ما احنا شايفين تاني حاجة بنشوف انها برضو يعني ما بيننا وبين النادي الاهلي والتمايز الحقيقة طبعا انا مش حقدر اتكلم عن استمرات والتمايز وتاريخ النادي الاهلي في ظل وجود القمات الكبيرة لعن تاريخ مشرف وفي نفس الوقت يعني مشوار كبير جدا خاضوا النادي الاهلي ولغاية النهاردة الحقيقة في المقدمة ودايما في المراكز المتقدمة بس بالنسبة لشركة شال يمكن ححب أننا أتكلم عن الجزء الذي نرى تشابه ما بيننا وما بين النادي وهي الروح المقدمة هذه استراتيجيتنا كشركة شال التي نبني عليها دائما تطلعنا للرياضة الاستمرارية وتقديم كل ما هو جديد في مجالنا وإن 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 سأحدد في مجال الزيوت بالأخص عشان يعني أكون دقيقة أقدر أقول لحضراتكم ومعتز تكلم نحن على مدار الفترة التي فاتر نحن قدرنا أن نحتفظ بالمركز الأول على مدار 16 سنة على التوالي في مجال الزيوت على مستوى العالم وفي نفس الوقت نعتبر الشريك المفضل لأكتر من شركة مصنعة للمحركات على مستوى العالم وده الحقيقة في مجال نحن يعتبر إنجاز كبير جدا وفي مصر إحنا برضو في مكان الريادة بما يخص زيوت المحركات أنا مش هخش تفصيليا جدا في موضوع الزيوت بس ده يمكن جزء من أسباب الشراكة اللي إحنا بنعتز بيها النهاردة أو الرعاية اللي إحنا بنعتز بيها الحقيقة التاريخ والاستمرارية والتميز دي حاجات موجودة ما بين أو علاقات موجودة ما بين النادي الأهلي وشركة شيل في ناس كتير تقول لك يعني إيه شركة تاريخ النادي الأهلي تاريخ هذه الشركة الكبيرة استمرارية وأيضا التميز الكبير للنادي الأهلي والتميز الكبير لهذه الشركة عموما راعي خامس للنادي الأهلي وكالعادة مؤتمر محترم حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا جدا سعداء دايما إن إحنا أهلوية ودايما هنفضل نحب النادي ده تعادلنا كسبنا اتغلبنا هنفضل نحب هذا النادي ده الأساس اللي إحنا دايما بنتكلم عليه هنطلع فاصل وبعد الفاصل هرجع بقى أتكلم مع حضراتكم عن إيه النهاردة عندنا كرام كتير جدا فيما يخص مباراة سانداونز ومباراة الداخلية عندي مباراة ومالتلات عندنا مباراة ومالتلات اللي جاي هنعمل فيها ايه طيب إيه اللي حصل في مباراة سانداونز وإيه اللي حيحصل في المباراة الأفريقية القادمة أيضا هي مصر اتغلبت فعلا أربعة من السنغال وطلعنا ولا دا كان حلم بصراحة أنا كنت حاسس إنه هو حلم لكن هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم مع حضراتكم في كل هذه الأمور مجدد اتحية بحضراتكم وبعد ما شفنا الحياة كواليس المؤتمر الصحفي للرعي الخامس للنادي الأهلي والشراكة مع شركة شيل اللي بتعتبر واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مصر والعالم في مجال التقا والبترول فكر كده في حتة تانية دايما نادي الأهلي في حتة تانية خلالنا نروح بقى لفريق الكورة فريق الكورة هتكلم في حتتين أو في ناحيتين ناحية الأولى مباراة سانداونز والناحية التانية مباراة الداخلية أو الاستعدادات للمباراة الداخلية الحقيقة مبارح فريقنا تعادل مع سانداونز في مباراة الجولة التالتة في دور المجموعات لدور أبطار أفريقيا كيف يصعد النادي الاهلي للدور التالي خسرنا نقطتين عندنا مشاكل في الناحية الدفاعية عندنا مشاكل في فقدان الكرة في وسط الملعب عندنا مشاكل اخرى في الناحية الهجومية وقيمة الفرصة اللي انا دايما كنت بتكلم مع حضراتكم فيها طول الاسبوع اللي قبل مباراة سانداونز خلاص كلنا عارفين هذا الكلام كلنا محللين لكرة القدم كلنا عارفين ان احنا عندنا فريق جيد انا دلوقتي خليني اوصل انا بحب دايما باواقعي خليني اوصل مع حضرتك لايه احنا عايزين حاجة واحدة بس عايزين نصعد للدور اللي جاي طيب كيف يصعد النادي الاهلي للدور اللي جاي بدون اي حسابات بدون اي حسابات عندي اربع مباريات لو وصلت لنقطة اتناشر من الاربع مباريات اي او بمعنى ان انا اكسب الاربع مباريات اللي جاية اااا هسعد بدون اي حسابات وبدون اي شيء وبالعكس انا بشوف ان احنا مباراة سانداونز مباراة الشوت التاني احنا كنا نقدر جبنا جون واثنين وضيعنا جون واثنين وثلاثة في الشوت الاول كنت احمد عبدالقادر كان ممكن لكن احمد جابج وان قبل كده وضيع وحيضيع وحيجيب بعد كده فبالتالي خلاص المباراة وانتهت بحلوها وبمرها خلينا ننظر لما هو قادم يوم التلات عندي مباراة او عندنا مباراة امام داخلية ارتكبت بعض الاخطاء في مباراة مباراة خلتنا يعني اللي عنده الضغط ضغطه عالي بصراحة يعني في مباراة 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 امام سانداونز ولكن انا هنا بوجه كلامي لللاعبين حضرتك عندنا لكل لعب النادي الاهلي للتلاتين لعب اللي موجودين في النادي الاهلي او اكتر او اقل شوية حضرتك احنا النادي الاهلي ما عنديش مشكلة في اي حاجة غير انها نصعد للدور اللي بعد كده طيب انا لسه سائل كيف يصعد النادي الاهلي للدور القادم 12 نقطة 12 نقطة من 12 نقطة اكسب سانداونز في سانداونز اكسب القطن في القطن اكسب القطن في مصر والأو والهلال في مصر كده حصعد ساعتها اعتقد ان الجماهير حتنسى الخمسة بنت الخمس نقاط اللي ضعوا مننا سواء في الهلال اول نقطتين اللي ضعوا مننا هنا فيه التعادل مع سانداونز لكن احنا بنتكلم هدلوقتي قاعدين بنتكلم لكن الامر صعب فريق سانداونز واحد وانا الكلام ده برضه قلته الاسبوع اللي قبل مباراة سانداونز فريق سانداونز فريق محترم فريق جاد جدا فريق يملك مشروع حقيقي ان هو عايز يعمل فرقة تفوز بكأس العالم للاندية انا لما سألت في هذا الامر قالولي ان احنا بقالنا تلات سنين بنعمل كده بنعمل بنحاول نعمل فريق مش يفوز ببطولة افريقيا يفوز بكأس العالم للاندية دي وجهة نظرهم هي دي الفكرة اللي عندهم او اللي هم عايزين يوصلوها للناس لكن هل ممكن يعالم ايه اللي ممكن يحصل في كرة القدم ولكن على الجانب الاخر ابص الفريقي انا فريقي وهو 50-60-70% من مستواه كنت سهل قوي ان انت تكسب مبارح كان عندك فرص تخليك تقدر تكسب مبارح لكن ما كسبتش فبالتالي حضرتك حطيت نفسك دهرك للحيطة يعني اللي هو خلاص مفيش اي حاجة دهرك حيطة والبحر قدامك لازم اكسب ان شاء الله يعني طبعا اكسب الاربع مباريات القادمة علشان ان شاء الله اصعد للدور القادم غير كده مش هبتدي افكر اقولك اصل الهلال فناخد نقطة من هنا ونشيل نقطتين من ده ونحط ده والهلال لازم يكسب سانداونز وسانداونز يتعادل معانا فمش عارف ايه حاجات كتيرة وحسابات كتيرة جدا ننتظر انا شخصيا منتظر مباراة الاهلي وسانداونز في جنوب افريقيا المباراة اللي جاية صعبة وكل حاجة ولكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوس في هذه المباراة فانا هنتظر مباراة سانداونز في جنوب افريقيا واشوف مارسيل كولر وفكره في هذه المباراة او كيف ما هو لازم هيحضر لمباراة سانداونز في جنوب افريقيا من دلوقتي لان انت عندك مباراة الداخلية يوم الثلاث بعديها مباراة القطن في مصر بعديها مباراة المقاولين على ما اتذكر ثم تسافر تلعب في جنوب افريقيا طيب هل احنا قادرين ان احنا نكسب القطن والقطن في هنا في مصر وفي كاميرون وجنوب افريقيا وسانداونز في جنوب افريقيا لو قلت لحضراتكو اه هتقولوا علي ان انا مش عارف ايه لكن انا دايما حقف مع فريقي وحقف في ظهر فريقي ليه هقول لحضرتك لي لانه لما اجي بص على الشناوي مثلا الشناوي اللي احنا كنا بننتقده بعض من جمهور الالي حتى بينتقد محمد الشناوي على اداءه في كاس العالم وفي اه بعض المباريات الاخرى اللي بعد كده طيب هو لو لا الشناوي مبارح ما كناش حتى وصلنا ان احنا نتعادل لانه الكرة الجوني التاني هو شاله الكرة اللي شالها برجلو الشناوي مش حادر اجيب لكو لعطات ولكن الكرة اللي شالها برجلو الشناوي في المباراة دي رجعتنا للمباراة وقدرنا نحرز التعادل والمكسب او يعني الهدف التاني في وقته فخلينا دايما في ظهر فريقنا خلينا نساند هذا الفريق الرائع وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده وتكلمت مع حضراتكم قبل كده قبل كاس العالم قلت لكم هيبقى عندنا مشاكل كتيرة جدا بعد كاس العالم لانه انا بلعب كل ثلاث يام مباراة انا لعبت يوم السبت مع سانداونز هذا الفريق القوي زي ما حضرتك شفت هتلعب يوم الثلاث مع الدخلية طريقة لعب واسلوب مختلف تماما وبعدين يوم السبت بطولة اخرى والاوتن الكاميروني بعدها المقاولين شكل تاني وطريقة تانية وتنظيم اخر ثم جنوب افريقيا سانداونز وهنا بقى وهنا سأسكت قليلا زي ما بيتقال هننتظر ونشوف ايلا هيحصل في المباراة سانداونز هناك لانه نستطيع ان نفوز في هذه المباراة ايوا نقدر لكن كرة القدم استطيع ما اقدرش ان انا اقولك ان انا حكسب ولكن اقدر اقولك ان انا حبز لكل المجهود عشان اقدر اكسب ربنا كرب مكسبت يعني ده كرب من عند ربنا تعادلت برضو كرب من عند ربنا لقدر الله واتغلبت ربنا هو لمقدر هذا الامر فاللي عايز اقوله لحضراتكم خلينا نقف في ظهر فرقتنا لان احنا يوم الثلاث كمان بالمناسبة امبارح كولر كمان قبل المتش او بعد المباراة تحدث وقال ان هو حزين على نتيجة المباراة خاصة الهدف الثاني لفريق سانداونز قال امر محزن بكل تأكيد انه يدخل مرمانة يعني اسألونا احنا بقى لان الواحد بيبقى في الملعب ويعني جون سهل يعني ما يخشش في النادي الاهلي ما يخشش فينا بصراحة لكن دخلت وخسرنا نقطتين بعد ما كنا متقدمين في النتيجة قوة شخصية اللاعبين وقوة شخصية اسم النادي الاهلي هتقول لي في حاجة اسمها كده هقولك اه هم اللاعبة دي لابست شرط النادي الاهلي فعندهم بيستمدوا قوة شخصيتهم من اسم ناديهم الكبير والجمهور المحترم اللي كان قاعد بيشجحهم من اول ديها الاخر ديها وبعد المباراة اقفوا لهم وقالوا لهم احنا عايزينكم تكسبوا هذه البطولة فمرسيل كولر اضاف ان الجهاز الفني يعلم ان المنافس يتابع الفريق عشان كده هو حاول يغير في ركلات في تسديد او مسددين ضربات الجزاء قال ان هناك ثلاث لعبين من بينهم على فكرة والله ده اللي كان الطبيعي بيحصل كان ايام من والجزاء انا قدر اتكلم في حاجة زي دي كان يقول في اسلام وبركات وعماد النحاس مثلا او اسلام وابو تريكا وعماد النحاس اي واحد فيهم جاهز نفسيا ان هو شوت يخش يشوت ما كانش بيحط واحد واثنين وثلاثة يعني وده اللي انا عارف ان هو بيحصل فيه النادي الاهلي ان هو بيقول فيه محمد هاني وفلان وفلان واحد من التلاتة اللي نفسيا افضل وشايف ان هو قادر يشوت حيخش يشوت محمد هاني دخلت شوت على رغم ان هو واحد من افضل اللاعبين في الفترة الاخيرة الحقيقة لكن اوكي اضع راكل الجزاء يا ما حصلت ويا ما حتحصل فخلص مباراة وانتهت خلينا ننظر لما هو قادم النهاردة الفريق واصل تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة الداخلية ان شاء الله يوم الثلاثاء المقبل خاض اللاعبين الذين انشاركوا بشكل اساسي في لقاء سانداونز تدريبات استشفائية كل اللاعبة متضايقة طبعا زي ما حضراتكم شايفين في التمرين كله مبوز كله متضايق لانه انت كلاعب بقى بتصعب على نفسك المأمورية اصعب واصعب خلص انت صعبت المأمورية على نفسك مفيش مجال حد يقول لي اصلا هروح اتعادل انا هروح اكسب قصدي انا اسف هروح اتغلب وبعدين اما ارجع هنا مفيش الكلام ده احنا عندنا اربع مباراة اربع مباراة باتنشر نقطة ربنا يكرمنا بيهم ونقدر نفوز في الأربع مباريات القادمة آخر حاجة هتكلم فيها قبل ما أستقبل ضفي أنا مبارح يعني والله الواحد أنا حاسيت أن أنا في حلم وزعلت قوي من بعض أعضاء مجلس دارة الاتحادة اللي شغالين في التلفزيونات الحقيقة يعني وفي القنوات المختلفة يعني لأن هم قالوا يا جماعة أو أنتم بتهجموا ليه محمود جابر كابتن محمود جابر وليه بتقولوا على الفرقة دي فرقة مش عارف إيه لما تغلبوا من مباراة لما تغلبنا يعني في مباراة نيجيريا واحد سفر لأن يا كابتن فلان ويا كابتن فلان ويا كابتن فلان الجواب بيبان من عنوانه الجواب بيبان من عنوانه كابتن محمود جابر قد يكون أنا دلوقتي قدر أتكلم وأتكلم براحتي قد يكون كابتن محمود جابر مدير فني جيد واخد في الفرق اللي اشتغل معها بطولات وكذا 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 ولكن كابتن محمود بعيد تمام من البعد عن ان هو يمسك منتخب مصر خلال الفترة اللي فاتت اذا كنا بنتكلم عن صفات شخصية انا مش راح اتجوز بنته مثلا لا انا عايز مدير فني يلعب بطولة ويقدر يكسبني مباريات مش عايز مدير فني يبقى طبعا كابتن محمود شخصية محترمة جدا جدا انا اتعاملت معاه السنوات شخصية محترمة لكن انا بتكلم هنا على النواحي الفنية مش بتكلم عن الاحترام والادب طبعا محترم ومؤدب لكن اول مباراة اتعادل مع موزنبيق في مصر تاني مباراة اتغلب من ناجيريا في مصر تالت مباراة اتغلب من السنغال اربعة سفر اربعة سفر في فضيحة بمعنى الكلمة فضيحة مكتملة الاركان للكرة المصرية الكرة المصرية تعيش اسوأ عصرها بعد مرور سنة على انتخاب مجلس ادارة اتحاد كرة القدم الحالي طول الفترة اللي فاتت حذرت واتكلمت كتير جدا في هذا الامر في اكتر من حلقة على اللي بيحصل في منتخب الشباب وعدم قناعة مجلس الادارة اللي موجود بالجهاز طب سبته ليه سبته سنة كاملة ليه انت ظلمت كابتن محمود جابر وظلمت هذا الجيل من اللاعبين لانه كابتن محمود ما عرفش يعمل معاهم حاجة فبالتالي الجيل ده تقفل عليه شكرا اي حد هطلع يقول لي مش احنا اللي اخترنا الجهاز هقول له طب ما انت سايبه بقاله سنة ليه ما كنت اول ما جيت مشيت زي ما عملت مع كابتن شاوي غريب عيب الكلام ده ما يصحش عيب عليكم كاتحاد كرة قدم ان يظهر منتخب مصر بهذا الشكل وفي الاخر طلع تقولك انا هعمل اجتماع النهاردة الساعة 12 مبارح اتغلبنا النهاردة او مبارح بعد المباراة قال لك في اجتماع عشان يهدي الرأي العام قال لك في اجتماع عاجل لاتحاد كرة القدم الساعة 12 ايه اللي حصل في الاجتماع بومبة ولا حاجة قال لك الاجتماع احنا مستمر لغاية يوم التلاتة اللي جاي واحنا موجودين في اجتماعات مستمرة هتعمل ايه يعني هتعمل ايه هتصرح هذا الجيل من اللاعبين زيه زي جيل 2006 ما عملت في 2006 وحسرح المدير الفني الكابتن محمود والجهاز الفني اللي معاه هتعمل ايه تاني يا أستاذ جمال ومجموعة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اللي موجودين هتخبي الجواب ولا هتعمل ايه يا طرى هل في جواب ممكن تخبيه عشان تسكت الناس معرفش امم افريقيا اتمعمولة في مصر والمنتخب يخسر بهذا الشكل ويخرج من البطولة طيب حضرتك عارف انها تلت مجموعات كل مجموعة بتاخد اول و تاني وحتاخد احسن توالد في التلت مجميع يعني كان عندك احسن يعني كان عندك فرصة كبيرة جدا ان انت تصعد وبعد كده حلاها الف حلال ولكن للأسف الشديد فشل اداري وفشل فني وفشل اختيار المدير الفني والجهاز الفني اللي موجود معاه عايز اقول لحضراتكم ان انا عندي فضايح كثيرة جدا جدا بالصوت والصورة فيما يخص هذا المنتخب ولكن انا بس يعني هعلم على الموضوع ده من بعيد واقول لحضراتكم ان احنا عندنا مجلس ادارة لاتحاد كرة القدم لا يستطيع اتخاذ قرارات مهمة لا يستطيع ان هو يتخذ هذا القرار الهم من بدري من سنة كان ماشى كابتل محمود وجاب حد تاني لو هو مش مقتنع لكن انت نبارح كلهم هربوا من بعد المباراة قبل نهاية المباراة بشوية كلهم كانوا موجودين قبل نهاية المباراة كلهم مشوا وسبوا اللي هو مشهور فقط لغير كلهم مشوا قال ليه يعني احنا ملناش علاقة لا حضرتك اللي لك العلاقة الكبيرة جدا كانت تحت كرة القدم في ان يظهر هذا المنتخب بهذا الشكل السيء حرام عليكم ضيعته على جيل محترم عنده مجموعة جيدة من اللاعبين خليته اسم واحد زي كابتل محمود جابر اسمه يعني رجل له اسم محترم في كرة القدم المصرية والقطرية كل الناس اللي الوقت بتتكلم عن ان هو تم تعيينه لمجرد ان عمر جابر ابنه صاحب محمد صلاح فتم تعيينه ده الكلام اللي بيتقال خلي بالكم فحرام عليكم حضراتكم بوستوا كل حاجة خبيتوا جوابات وقلنا عدناها او مش معدناها معرفش انتو بتفكروا ازاي خبيتوا جوابات بوستوا منتخب 2006 وخرج من التصفيات منتخب 2003 خسر من التصفيات الكبار ما وصلناش كسعالم الكبار خسرنا امم افريقيا كل حاجة فشلين فيها فشلين في كل حاجة تمنى ان حضراتكم تعودوا بجد علشان بجد الفترة القادمة فترة صعبة جدا لو حصل اي حاجة عندنا فضل المنتخب الولمبي هيلعب اعتقد في شهر مارس منتخب الولمبي ميكالي موجود ومع مجموعة جيدة من الجهاز الفني اتمنى ان احنا نكسب المنتخب الولمبي عشان ما نبقاش خلصنا على كل الاجيال خلصنا على كل الاجيال اللي موجود حضراتكم متحملين المسئولية كاملة وخليني اقولكم ايه اللي حصل في الاجتماع اتمنى ان السادة المشاهدين ما يتحكوش على ما انا هقوله لانه ده حصل اللي حصل في الاجتماع النهاردة بومبة ولا حاجة نصف الاعداء مجوش مجلس الادارة ده اللي حيواصل ادارة شؤون المنتخبات الوطنية لحد نص الفين اربعة وعشرين عموما احنا بنعيش مأساة كروية كبيرة جدا 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 والله بجد والله بيقولولي والله نص الاعداء مجوش او مش نصهم يعني تلاتة مجوش تقريبا او اربعة ولم يحدث شيء في الاجتماع هزين بقى ونعمل ونخلي ونسوي هوا اي كلام وفي الاخر قالك ممتد حتى في ثلاثاء القادم هيعمل ايه لغاية يوم التلاتة ما نشوف اللي حيحصل في هذا الامر ولكن هذا الفشل يحسب على هذا الاتحاد فشل في 2006 فشل في 2003 ما عرفش هيحصل مع المنتخب الولمبي خلال الفترة القادمة ولكن رئيس الاتحاد كرة القدم زي ما حضراتكم شايفين كده يعني ماشي عموما خلينا ننتظر ونشوف اللي حيحصل يوم التلاتة احنا موجودين وكل يوم هنتكلم وكل يوم هنقول عموما خلونا نطلع نشوف تقرير عن خطايا اتحاد كرة القدم وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل هستقبل النجم الكبير كابتن محمد حشيش اللي حيكون في ديفتنا في الجزء الأول من هذه الحلقة لم تشهد كرة القدم المصرية سقوطا للمنتخبات الوطنية وأخطاء إدارية جسيمة مثل ما حدث في سنة واحدة تولى فيها مجلس إدارة يرأسه الأستاذ جمال علام ومجموعته فكان الخروج تلو الخروج من البطولات وغبت الإنجازات وأصبحت سمعة كرة القدم المصرية على المحك رغم تاريخها الممتد طوال أكثر من مئة عام ومنذ تولى هذا المجلس خسر منتخب مصر الأول نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال ثم تحطم حلم الصعود لنهائيات كأس العالم أمام المنتخب ذاته أيضا ومذلا من البناء على ما قدمه الفراعنة مع البرتغالي كارلوس كيروش أقله اتحاد الكرة وعين إيهاب جلال الذي رحل بعد ثلاث مباريات فقط في أسرع إقالة لمدرب في تاريخ منتخب مصر وتواصلت العقدة السنغالية لمجلس علام بخسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية لصالح المنتخب السنغالي وتواصلت عملية السقوط الحر للكرة المصرية بخسارة منتخب الشباب برباعية النظيفة ووداعه لأمم إفريقيا تحت عشرين سنة المقامة في مصر على يد السنغال ومن قبلها فشل منتخب الناشئين ولم يتوقف السقوط عند نتائج المنتخبات وإنما فشل اتحاد الكرة في حباية الخبير التحكمي الإنجليزي مارك كلاتنبرج ولا تزال اللجنة بلا رئيس حتى الآن وكان الخطأ الذي لا يختفر بإخفاء خطاب تنظيم واستضافة نهائي دور أبطال إفريقيا وحرمان الأهل من تكافؤ الفرص في 2022 كان أبرز الخطايا الإدارية للجبلية أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن محمد حشيش كابتن محمد أولا خليني أتكلم مع حضرتك في البداية على الراعي الخامس لبنادي الأهلي شركة شيل العالمية حاجة جميلة شركة كبيرة جدا جدا استمرار طبعا يعني التعاوم على النادي الأهلي النادي الأهلي باسمه الكبير الناس الشركات الكبيرة اللي بتجري وراه وبتحاول تبقى موجودة سبونسر للنادي وإنها تبقى موجودة على طول وتجدد معاه يعني دي حاجة كويسة جدا للنادي الأهلي وما جاتش من فراغ لإسم النادي الأهلي الكبير وعارفين تعرف الشركات دي برضو شركات كبيرة ومؤسسات كبيرة شركات عالمية آه ما بتروحش كده يعني اعتباطا لأي حد بالمحبة وبالكلام ده لأ بيبقى حاجات مدروسة وحاجات يعني إذا كان نادي الأهلي ممكن يستفيد منهم فهما ممكن يستفيدوا من نادي الأهلي أكتر الحقيقة يعني فدي خطوة كبيرة لمجلس الإدارة وفي عهد الحقيقة في موضوع الرعاة يعني ما شاء الله على مستوى عالي جدا جدا هي مشكلة كمان يعني مش أن تجيب أي رائم وفي حاجة ناس كثير الشركة المتحدة الحقيقة ولها دورها في هذا الأمر في اختيار الرعاة الحقيقة اللي يتناسب مع حجم واسم النادي الأهلي التميز والتفرد والتاريخ الكبير ما بين النهاردة يا سنة شركة شيل تميز وتاريخ كبير جدا صحيح صحيح زي ما بقولك الفكرة ما فيه رعاة كتير إنما أنت تنتقي الرعي اللي يتناسب مع حجم النادي الأهلي ويبقى على قد طموحات كمان النادي الأهلي ووضع النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي واللي النادي الأهلي بيخطط له وعايزه كبطل النادي الأهلي دلوقتي فارق عن أي نادي في مصر إنه هو نادي علامي وصل للعالمية فبالتالي برضو الرعاة بتبتدي تجري ورا النادي الأهلي عشان تبقى موجودة في المنظومة بتاع النادي الأهلي فدي حاجة الحقيقة الحمد لله تسعدنا كأهلوية طبعاً ودخليني دايماً نبقى فخورين بهذا الأمر وخلينا بقى نروح للأمر الصعب الشوية والتعادل مبارح مع سانداونز وكيف رأيت هذه المباراة طب ما نبدأ بالمنتخب شوية عشان عايز اتكلم عن المتخب متخب؟ اه متخب مصر متخب الشباب هنكون احنا نتكلم بس ماشي اه يعني عشان بس زي ما حالك عايز دي كده كده هنتكلم عن كل ها دي موضوع مهم اه وما يهمش الأهليوية بس يهم مصر كله طبعاً فالحقيقة أنا شايف الناس زعلانة ومتدايقة لهم حق وكل حاجة بس أنا شايف انه مش مستغرب طبيعي مش مستغرب اه مش مستغرب يعني يعني احنا قبل البطولة ولما شوفنا القرعة بتاعتنا وشوفنا كمان المجبوعة بتاعتنا صحيح ما كناش نتخيل ان احنا حتى ما نوصلش لأحسن توالد يعني كن احنا ايه دايسين في الحتة دي انا لا فيه عندنا أمل برضو في الحتة دي انما انك تطلع برا البطولة اللي موجودة على أرضك بتنزمها وتطلع بالشكل الوحش قوي ده يعني انت ممكن صح ممكن تعمل نتائج بس تبقاش بالشكل ده ببقاش بالطريقة دي اللي انا بقولك نبدأ بموضوع المنتخب لان المنتخب ده بالنسبة لي انا شخصيا بيمثل يعني حزن كبير شوية لي لان انا كان لدي شرف ان انا كنت من ضمن مجموعة منتخب مصر للشباب النفس السن ده اول منتخب مصري ياخد كاس افريقيا يقول لها بكاس عالم واحد ثمانين وكنا بعل الامكانيات فكان نفسك بقى وكان نفسي طبعا اشوف الفرقة دي تبقى موجودة في طبعا لبالك هم اتحاد كرة القدم وجد نظر اتحاد كرة القدم ظلم هذا الجيل من اللاعبين وظلم كابتن محمود جابر لانه في الاخر ماشي كابتن محمود كويس وكل حاجة وشخص محترم وكل حاجة ولكن لا يتناسب مع المنتخب بس بمنطلبة صح هي الفكرة ان انت لما بتيجي تختار ما بتختارش مدرب وخلاص حتى او ان كان كويس انت بتختار انا اسف انا اسف يقولك ايه اسكابتن محمود جابر هو الشخصية محترم طب يا جماعة انا مش راح اخطب بنته بالظبط طبعا طبعا لكن هو محمود جابر صاحبنا وزملنا وحاجة عشرة عمر يعني طبعا لكن انا بتكلم هنا في هذا البرنامج انا لازم او لما اطلع على الشاشة لازم اتكلم بمنطبه الصراحة انا عشرته واسلام في النادي الاهلي كان معنا في الاشبال وعشرته في الاسماعيل الفترة اللي كنت فيها يعني راجل كويس قوي انا احنا بتكلم بروفيشنال بنتكلم فنيا مش اي مدرب حتى وان كان كويس يصلح للسن ده صحيح كل مدرب بيبقى عنده تخصص في حتة معينة فيه ناس تخصصها في البراعم فيه ناس تخصصها في الناشئين طول عمره او طول حياته بيدرب ناشئين بس فيه واحد بيدرب درجة اولى فهو التخصص كان مطلوب عدنا المرحلة دي وتم الاختيار طيب انت عملت ايه لمحمود جابر عشان بالزبط جدا يعني يوصل للمرحلة دي ما كانوش لقيين يا كابت ده انت يا راجل ما عملتش دعاية كويسة للبطولة دي اللي على ارضك الوحيد وانا فاكر وقال وسألت يا جماعة هو مين المسؤول عن هذه البطولة عشان اتكلم معاه انا فاكر كنت معاك انا في الحلقة دي عشان اتكلم معاه اسأله وقوله اقول ايه وقلت احنا بنقول دلوقت يا جماعة للمصرين كلهم ان في بطولة هتتلاف عندنا بعد تقريبا كان يمكن تلات اسابيع قبل تلات اسابيع وحاجة ازا كده شهر يعني فتخيل انت قناة النادي الاهلي بس هي اللي نوهت عن الموضوع ده على قد ما تقدر انما فين القنوات التانية فين الاتحاد فين المركز الاعلامي بتاع الاتحاد فين الدعم اللي عملته للمنتخب ده عشان يعني تزود الجماهير انك تعمل دعاية كبيرة جدا جدا تعرف الناس باللعيبة دي عشان يبتدي الناس ترتبط باللعيبة وتروح تتفرج عملت ايه عشان تزود مثلا اعداد الجماهير في بطولة صعبة زي دي يعني في حاجات كتيرة تتعمل بل بالعكس ان انت يعني قبل المطشي الاخير انت بتقول لا انا مليش دعوة يعني انا مليش دعوة ايا كان ما هي دي مشكلة المنتخب ده اسلام او اي منتخب في مصر هو وليد الصدفة تعالى دور على القاعدة بتاعت الناشئين اللي وصلت اللعيبة للمرحلة دي السيستم بتاع الكرة المصرية او المزام هذا الجيل من اللاعبين عندونا مجموعة لعيبة كواز تيقلي اللي انا شفته بس ما شفتش جملة مثلا ما شفتش طريقة لعب معينة ما عرفش يمكن ما خدوش برضو الاعداد الكافي احنا عندنا حتى المسابقات اللي في الاعمار السنية دي المسابقات الجمهورية ضعيفة لان انت بتفتقد عناصر اللعبة اه في لعبة موهوبة بس اللعيب مش هو الاساس في كل حاجة انت عندك ملاعب عندك سيستم عندك بطولات توصلهم للمرحلة دي عندك مدربين عندك كذا 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 انت بقى لك كم سنة ما عملتش رخص للتدريب وماهتمتش بالمدربين يعني فيه عناصر كتير جدا جدا قدت للقصة دي انت ايه المشروع اللي عملته عشان 2003 ده ياخد بطولة وانت عارف ان البطولة دي من امتى انك هتلعبها وتتلعب في مصر ايه اللي خططته بلاش بعد اللي المشكلة ما حصلت انت النهاردة عملت ايه ايه اللي انت بتفكر اه انت بمبة يعني انت ايه اللي بتفكر فيه كعادت برضو على فكرة الاتحادات هو مش الاتحاد ده بالتحديد ايه وكاة انت هيعمل ايه اصل هو هيعمل ايه هيجي يقول لك احنا ماشينا محمود جابر وكابتن محمود جابر وماشينا اللعيبة وصرحنا المنطببة لا القصة دي ما دل هيحصل دل هيحصل بس انا اقصد بقى ان انت تعال اقول انا للسن ده وكده كده مشيه وكده كده بتصرحيه هي دي المشكلة هي دي المشكلة ان انت طيب هتعمل ايه في الناس دي اللي احتكت ايا كان الاحتكاك اللي خدوه اه الناس دي عندها اولمبياد بعد اه اه كم سنة طب ما تخطط من النهاردة تعمل للناس دي هتلعب اولمبياد بعد كذا سنة ايه المشروع اللي انت هتعمله نفسي يعني مرة من المرات احس ان فيه اتحاد الكرة موجود عشان يخطط لبعيد عشان يبقى فيه مشروع انما احنا اللي حصل ده نتيجة للتخبط الاداري على مدار السنين اللي فاتت من اللي جان وابل كده اتحاد مشي وبعدين اللي جان اه خماسية وثلاثية وبعدين اه اتحاد منتخب بس انا مش شايف فيه جديد وحنفضل نفس القص طب انت من اول ما جيت سنة كان لازم بقى فيه اهتمام جامد بالمنتخب ده كم واحد عايزة كابتن محمود جابر يا كابتن من العضاء اقول انا مفيش خالص يعني مفيش خالص يعني طب سبتوس هنا ليه ظلامت الرجل وظلامت هذا الجيل من اللي عانيه مثلا يعني هو ده القصة بالنسبالي انا مش عايز كابتن عشيش بجيبه ليه اه يعني بالزبط وبعدين انت جيت مشيت جهاز غيره يعني انت اول ما جيت منتخب الولمبي ده اول اول قرار اول قرار خدته شوقي غريب ماشي خلاص طب ماتمشي ناس شوقي غريب يعني طب انت قعد وشوف وحلل وفكر والناس المختصة الفنية تبص انا اللي ثاني مش عايز اقول لها حيك عمل ازاي من كتر ما انا بقول يا جماعة ما حدش يزعل مني يعني كلهم صحابي وكلهم اصدقائي ولكن في النهاية ما تجيبوا مدير فني للاتحاد يا جماعي يضع اه اساسات معينة لفرق الناشئين والكزا 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 وبعد كده نبتدي نحزبه لما انكم مش قادرين اسلام احنا شغالين الفترة اللي فاتت على مستوى الفروعة احنا من نفسنا فيش مدير فني مثلا اللي هو اللي مسؤول عن التنظيم المسابقات من نواحي الفنية ومن نواحي الادارية مفيش حد كل منطقة تشتغل وحدها ومش عايز اقول لك قبل يعني الاتحاد ده مين اللي كان بيقول اعمله كزا وعمله كزا وعمله تنظر حضرتك يا كابتن حشيش ايه اللي هيحصل يعني هو قال لك النهار ده اجتماع ما حضروش تلاتة اربعة من النص الاعظامة جنش واللي حصل في الاجتماع يعني هزار يعني اللي هو احنا قاعدين علشان ايه نهدي الناس فيما معناه يعني ايه اللي هيحصل يوم التلاتة يعني هو قال لك الاجتماع منعقد حتى يوم الثلاثاء القادر شمعنا يوم التلاتة من وجهة نظرك يعني اه تسويف شوية عشان الناس ده زي عادتنا العملية بتبقى سخنة في الاول وتريع تريع تريع زي القصص اللي حصلت مع النادي الاهلي وزي اللي كزا كزا بتدت الامور بس دي لازم يبقى فيه ده شكل مصر بتكلم عن مصر ما بتكلمش عن شكل مصر مش نادي خرج مثلا من كونفدرالية نادي حصل له كزا بتتكلم على منتخب مصر وبطول عندك على ارضك دي حاجة تضر بسمعة الكورة المصرية والطمع اي حد فيك لان المفروض ان الناس دي هي يعني المفروض الاساسيين او قوام منتخب مصر اللي جاي ده 19 سنة يعني ده قوام منتخب مصر اللي جاي انت هتعمل ايه في القصة دي انت هتفكر ازاي وزارة الشباب والرياضة لازم برضو تتدخل في حاجة زي دي يعني لان ده دي تمس مصر مش تمس النادي لو تمس النادي انا انتظر ايه اللي حيحصل يوم الثلاثاء القادم على رغم من ان انا عارف ايه اللي حيحصل يوم الثلاثة لكن خلينا ننتظر ايه اللي حيحصل للأهلي وتعادل بتعمل خسارة الخسارة يعني في مباراة صعبة على رغم من ان احنا كنا ممكن نقدر نكسب فيه يعني ايه لغز بصراحة اه طبعا انا يعني عايز اقول ان انا طبعا المتش بتاع مبارحة انا برضو كنت مستقع جدا من المباراة ان انت تكسب على ارضك ايا كان اللي جاي طبعا فريق ساندونز من احسن الفرق اللي في افريقيا بامانة شديدة عنده مجموعة لعيبة متجنسة اصحاب مهارات بلعبوا لعب جماعي وفردي عندهم كل حاجة عندهم كل حاجة مش معنى كده انه ما عندهمش سلبيات عندهم سلبيات بس احنا ما قدرناش ان احنا احنا مشتغل على السلبيات بتاعتهم وفي نفس الوقت احنا اللي مزعى للناس او الشارع الاهلاوي ان انت الاخطاء متكرر ما استفدتش من الاخطاء معنى لازم استفيد من الاخطاء لان المباراة متلاحقة فلازم استفيد من الغلط بتاع اول امبارح هو برضو هو بيتكلم بمنطقية شوية يا كابتن مرسيل كوري اقولك انا يوم السبت كنت بلعب ماتش يوم الثلاث عندي ماتش تاني يوم السبت عندي مابلحقش اصحح اي حاجة غير نظري تمام النظري مهم جدا يعني النظري مهم جدا جدا بس اللعيبة تستوعب اللعيبة يعني تبقى مدركة الاخطاء دي لان انت كده كلعيب انت مصر تحط ضغوط زيادة على نفسك كل مرة تحط ضغوط زيادة على نفسك هو ده لانا بقوله يعني الضغوط اذا كانت 15 اراض بقى دلالة 24 اراض ضغوط ضغوط جامدة جدا لانه انت لو كنت كسبت الماتشين الاولانين اللي هم كان من المفترض ان انت تكسبه كنت دملك عندك ست نقاط وممستني خلاص شايل الضغوط دلوقتي لا يوجد مفترض انت عندك مشكلة ده انت عندك مشكلة كمان انت عندك اربع مورات والمفروض اللي بي نفسك دلوقتي الهلال لان سانداونز يعني خلي بالك فيه ممكن حاجة تخلي سانداونز ما يوصار مليون في المية مليون في المية اعرف دي اه طبعا ده هو لو اتغلب من الناد الاهلي في الموتش الهلال في الهلال فممكن ما يصعدش احنا بنتكلم على ايه على الطبيعي اللي هو موجود طبعا الكرة فيها استثناءات وفيها حاجات كتير جدا بس انت بتكلم دلوقتي على انك عندك يعني اربع مباريات اثنين على ارضك واثنين برا كده بسهولة يعني انت لازم تكسب الاثنين اللي على ارضك واحد من اللي برا واخدالك بستثناء سانداونز وبرضو ما انا بقول لك وبرضو ما هو دي الدغوط بقى حتستنى النتاج التاني انا انت حطيت نفسك لو كسبت الاربع ما تشطوش هتستنى نتاجها لا انا بتكلم على التلاتة بتكلم على التلاتة اه ماشي التلاتة لانت ما تضمنش برضو سانداونز هيعمليه مع الهلال في السودان بس خلي بالحضرتك الهلال عنده مباراة مع كوتون سبورت اه يوم ما انت بتلعب سانداونز هو هيلوركم بلعب كوتون سبورت في الخرطوب تمام فبالتالي بنسبة تسعين في المية خمسة وتسعين في المية حيكسب وبالتالي وصل للنقطة تسعة بالزبط وبعد كده عنده مباراة سانداونز عنده عنده فبالتالي من عشان كده انا بقولك هي دي الصعوبة ان انت الهلال ان شاء الله تكسبه عندك في ارضك انت عندك لسه اخر ماتش ده انت عندك برضو يعني انت فاهم ازاي فدي برضو يعني من الحاجات اللي برضو فيه حسابات انت بتعط حسابات انا اقصد ان انت حضيت ضغوط على نفسك ان انت برضو في وقت بلاقات ممكن تستنى النتائج لانه سانداونز برضو زي ما قلنا وقبل المباراة قلنا ان هو يهمه ان هو يخرج البطل من بدري ويدوس ونفس القصة يعني انت فاهم ازاي فمحدش هيرحم حد احنا برضو لازال الكرة في ملعبنا وفي ملعب مش الجهاز الفني اللعيبة نفسها اللعيبة لازم تفكر وتقعد مع نفسها عندها ماتشت على ارضها لازم تكسبها وخارج ارضها لازم تكسبها التاريخ بيقول ان النادي الاهلي والمجموعة دي بتقول انها في مواقف اصعب من كده وكانت على قد المسئولية بس يبقى الكلام بجد بقى مش مجرد بس ايه كلام واحنا بنقول احنا نكسب على ارضنا ونكسب كذا ونعمل كذا لازم بقى فيه شغل جامل لازم بقى فيه تركيز لازم الناس تبقى حتى في دماغا ان المهمة اتصعبت كلنا عارفين المهمة اتصعبت لان كل ما دا بتصعب ولقدر الله لقدر الله اي غلطة جاية ملهاش بقى علاج يعني اي غلطة جاية ملهاش علاج خلاص انت وصلت ان انت مرحلة خلاص مرحلة خلاص مرحلة الاخطاء صحية مرحلة عدم موجود اخطاء عدم موجود اخطاء احنا في الوقت عدم موجود اخطاء الاخطاء اللي بتحصل في المبارات اللي هي لو كلمنا عن الماتش مبارح برضو لازال انت بتضيع وبيجي فيك اهداف ضربات جزاء بتضيع مش عايزين نقصه طبعا على العيبة في الحتة دي وارد وارد مش عبيري لكن وارد انا اقصد اقول ايه انك لازم تتمسك بالفرصة وتتمسك بالفرصة صح لان الفرصة اللي بتيجي ما بتتعوضش وفي نفس الوقت احنا شفنا ان ممكن يجي لك جون في اي لحظة يجي عليك جون في اي لحظة يجي الجون اللي جيه يعني انت فاهم ازاي فلازم يبقى فيه تركيز اكتر من كده لان برضو ماتش مبارح ده انا حزين لانك وانا هيفرق هيرجعك للجيم من اوسع الابواب انت كان هيبقى عندك ثلاثة بود ثلاثة بود ثلاثة بود عندك ستة زي الهلال الموضوع ات عدل تاني يعني الموضوع خلاص ات عدل تاني انما انت كده صعبت فده محتاج بازل مجود افتر يظل هذا الضغط الكبير من عدد المباريات وان انت لازم تكسب معظم هذه المباريات والموضوع ده مش هيتعالج من مباريات افريقيا بس ده هيتعالج بمباريات الدوري كمان يعني انت لازم من مباريات الدخلية اللي جاية دي تبتدي تفكر انك بتلاعب فرقة افريقية مش بتلاعب الدخلية لازم احط في دماغي المكسب 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 لان انت مطالب بالمكسب على طول الفترة الجاية مش مطالب ان انت ترايح بقى اصلي ماتش دوري والابنات كذا لا طيب كانت معظم النواحي السلبية خلينا نتكلم بقى على بعض النواحي الإجابية اللي كانت موجودة مثلا قوة شخصية اللاعبين داخل المباراة والعودة بعد داخل فينا هدف وكان ممكن ان احنا بعد حتى ما تعادلنا اتنين اتنين او هم تعادلوا معنا اتنين اتنين كنا ممكن برضو ان احنا نجيب هدف ثالث ونكسب هذه المباراة ولكن يعني واحد زي مروان عطية ودوره المهم مش عايزين نخفل واحد زي محمد الشناوي ودوره المهم الكرم صدها طبعا كان ممكن تغير الدنيا خالص خالص ودخلك في يعني فلا يعني في ناس برضو عندنا موجودين في الفرقة قدوا دور متميز حيا 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 على رأسه محمد الشناوي طبعا وايضا مروان عطية مليون في المية طبعا الشناوي اثبت ان هو دون اساس هو يعني استمرار استمرار مستوى الكويس لان الغلاطات البسيطة دي مع اي حد في العالم بتمشي بتحصل يعني انما هو زي بقولك مبارح كان ممكن لقد دراء الهدف ده لو متصدش كان ممكن يدخلك في نفق ونفق صعب شوية علينا كلنا انت فاهم ازاي فالاجابية ان انت بعد الهدف انت ضيعت تاني اهداف كان ممكن تقسل المباراة وده اللي الناس كانت مستنياة ان انت خلاص جبت التاني حاجبي التالي قيمة الفرصة الحقيقة لكن قيمة الفرصة وفي نفس الوقت قيمة الدفاع يعني التركيز زي ما اللعيب زي ما المهاجم عليه انه يركز اوي في الفرصة اللي بتجيله على المدافع نفس القصة انه برضه يركز التاني ده تقعد تضحك مش معقولة واحد في وسط عشرة وبيروحوا بيعمل كده وبيعدي التاني وبشوطة اللي شاطل من اول الشوطة بالضبط تواقف واحد في وسط الاربعة حواليه يعني طب يعني يعني في بلوك قدامه كرة تاك برضه كانت خلي بالك يمكن الديقة تمانين وانا شايف ان اللعيبة بازل باجوت كبير جدا جدا الواحد زي ما رونا اعطيها ده له دور مؤثر ودور مهم جدا جدا مع علي وديانجر في وسط الملعب عايز اقول ان في ظل الاوقات دي اسلام وانت عارف كنت لعيب كبير يعني في مجموعة كبيرة اللعيبة كان لازم عليها دور كبير في الملعب يعني بعد المكسب اتنين واحد انت خلاص انت كسبت اتنين واحد لازم تبتدي بقى تعمل استحواز شوية لازم تهدي الناس لازم تركز هو ده ده مش دور الراجل من برا يعني ده دور اللعيبة طبعا ولكن طبعا يعني نصد اللعيبة في الملعب انت ممكن تعرف مع الحماس ما بتسمعش المدرب برضو انما انت يا جماعة ننقل الكورة استحوز لان طول ما الكورة معك انت مفيش خطور عليك هاي مروان عطيها الحقيقة واحد من اللعبين اللي قدوا بشكل جديد هاي 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 المروان عطيها عامل مطش ممتاز وقف على رجله تماما في نصف الملعب يعني اقطعوا كل الكرات الخطر مكمل يعني كان هايل بصراحة من الصفقات الجيدة جدا مروان عطيها خلينا نطلع نشوف هذا التقارير عن مروان عطيها ونرجع نكمل خلينا بقى نروح لمباراة الدخلية عندك مباراة مهمة مباراة بقى شوفها مباراة صعبة طبعا في ظل الدخلية والأداء اللي بيؤدي الدخلية بيؤدي بشكل جيد جدا ولكن بيضيع منه الفوز في الأوقات الأخيرة لكن بيؤدي بشكل جيد حيلاعب النادي الأهلي البطل حيلاعب النادي الأهلي اللي هو عايز يكسب المباراة وبالتالي حيبقى أهدى في كل حاجة يعني احنا دائما بنقول أي مباراة للنادي الأهلي فهي صعبة مع الدخلية مع أسوان مع أي فرقة في الدور العام المتشط كلها صعبة وفي فرق بتيجي زي ما بنقول كل مرة بتبقى جايع حسن نورات الموسم الموسم بالنسبة لها بيحاول يقدم كل ما عنده بيحاول خطورة كمان الفرق دي ان انت بيبقى فيها أغلب الأحيان تكتلات دفاعية وبتلعب على الحاجات المساحات والحاجات المرتدة فانت بالتالي يعني بتبقى في صعوبة في كده في صعوبة في المباراة دي ان انت ازاي تخترق الدفاعات لازم في مباراة بيبقى فيها مساحات بيبقى فيها ندية شوية بيبقى فيها مساحات ان انت تقدر تتحرك وتلعب الكرة بتاعتك وفي مباراة بتبقى مقفلة فلازم تستخدم جميع أساليبك الهجومية من تصويب بقى من بعيد من كرة عرضية من اختراقات من النص من مراغات واحد على واحد فلازم يبقى فيه شغل جامد ولازم يبقى لعبة حتى في دماغها ان يبقى فيه تركيز كبير قوي خلال المباراة دي برضو انها تطلع بنتيجة إيجابية عشان انت بعد كده رايح للأصعب مباراة صعبة مباراة كل فرقة بتلعبك محتاجة البونت منك حتى على الأقل تاخد بونت منك فدي بتبقى صعوبة المباراة انت كمان تلاحم المباراة ودخول الدوري في الأفريقيا دوري دي مصعبة لأن أجواء مختلفة منافسين مختلفين مختلفين هي بتبقى الصعوبة في كده اللعيبة لازم زي ما قلنا وكالعادة بتفصل مفروض بتفصل فيه بعد الماتش على طول بتفصل عشان الماتش اللي بعده لازم من اللعيبة تعرف ان مباراة القطن ومباراة سانداونز ومباراة الهلال بدايتها من بكرة من استمرارها بكرة في المكسب يوم الثلاثة يعني يوم الثلاثة انك تكسب ازاي بقداء كمان عشان تطمن الناس وتحس المكسب بيخليك ان انت والأداء بتحسسك ان اللعيبة كلها فائقة اللعيبة جابت الفورمة بتاعتها الراجل طبعا لازم انا معرفش طبعا هيعمل ايه بس برضو اكيد حيدي العناصر اللي ما لعبتش خالص وماتش زي لسه كنت حسألك هل لو يعني تأكد غياب محمود متولي وعبد المنعم محمد عبد المنعم وأحسين الشحات هيمثل مشكلة بالنسبة لمرسيل كولر يعني في بعض اللعيبة فيهم طبعا مأدين في مركزهم كويس او زي محمد عبد المنعم طبعا عدم موجوده برضو بيبقى بالذات في حتة القلب دي هو متميز الحياة خلال فترة اللي فاتت وعمل مباراة كويسة لأسف الشحات برضو عامل مباراة اللي فاتت الاخيرة دي كلها مباراة على اعلى مستوى من من اهداف وصنع اهداف فطبعا اكيد هيبقى فيه تأثير انما احنا عايزين نشوف البودلة بقى زي ما شفنا مروان عطية كانش موجوده بقى موجوده كان من احسن الناس في المباراة مبارح وكمان احسن الناس في مباراة صعبة جدا جدا مع فريق قوي قوي فيه كمية جاري غير عادية خلال المباراة الحقيقة فدي تحسب المروان عايزين نشوف بقى غير مروان الناس اللي موجودة تانية عايزين نشوف قندوسي يعني صحيح دي له بقى الفطر اللي جاء عشان برضو ده لعيب كويس والشواء اللي لعيبهم والناس كلها متفقلة بيه خير وحس ان هو هيبقى اضافة وهيحللك برضو الغاز لان اللعيب اللي عنده مهارة زيه ومهارة كبيرة مهارة تصويب ومهارة مروغة بيبقى احد الحلول الكبيرة بالنسبة للفرق وبنسبة للمدير الفني صحيح فأتمنى شوفه طبعا في الملعب يعني طيب هل من الممكن ان نرى مارسيل كولير بيعمل اي تغييرات في طريقة اللعب استعدادا بقى للمباراة الافريقية والله وارد بس هو برضو يعني بيبقى طريقة اللعبة يعني بيغيرها في حدود بسيطة جدا جدا هو بيغير الحياة في الاشخاص يعني عودنا دايما ان كل مباراة نتفاجئ بانصرين تلاتة مختلفين وخصوصا في الخط الهجومي طبعا خط دفاع غصبا عن عين اي حد لازم بقى فيه تغيير نتيجة للاصابات وعنده طبعا نحليمين حسين الشحات هيبقى فيه تغيير يعني على الاقل انت عندك تلاتة في القوام الاساسي حيتغيروا الموتش اللي جاي اتمنى ان نودي فرص في مباراة زي مباراة الداخلية للعبة تانية قد يحتاجها في مباراة القطمة او مباراة سانداونز يعني يعني يورينا وجوه جديدة عشان برضو المباراة طبعا زي ما انت عارف تجيب المستوى الفاني يعني ممكن مثلا نشوف مثلا عودة عمر السلايف هل ممكن نرى عمر السلايف من بداية المباراة في الداخلية؟ ممكن ممكن لازم لهو يعني يعني هو بيحضره اللي جاي وبيحضره اللي جاي بقى لازم هيديله في مباراة زي اللي جاية ممكن يديله حتى شوية والحاس ان هو موجهد ممكن يخرجه فلازم لان عمر طبعا من عناصر الخبرة ودي اهم برضو عناصر الخبرة فيه الفريق كل لعيبة طبعا على مستوى عالي بس بالتحديد عمر من كباتن الفرة وعنده خبرات والمتشاط اللي جاية بالذات الافريقية محتاجة لعيبة اصحاب خبرات افريقية فلازم يبقى موجود عمر يعني اخيرا انا كابتن في مثل هذه الظروف لو حابب تقول كلمة او رسالة تقولها لللاعبين وللجهاز الفني الجمهور الحقيقة يعني مفيش احساب من كده ومفيش احلام من كده اه عايز اقول للجهاز الفني واللعيبة احنا وصقين فيكم ايوه وصقين فيكم الابعد مدى النادي الاهلي طول عمره بيمر بمرحل صعبة جدا ومواقف صعبة زي اللي احنا فيها انما انتوا لازم يعني تثبتوا بقى الكلام ده يعني حق الجمهور عليكم وحق الادارة عليكم ان انتوا يعني يعني تبينوا بقى الوجه الاخر للنادي الاهلي في الازمات حق الناس عليكم حق المجلس الادارة وحق الناس كلها ان انتوا لا نركز اكتر يا جماعة اذا كنا بنركز شوية لا نركز اكتر واكتر حط هدف في دماغنا كل العيبة حط هدف في دماغه انه هو لا ده انا مش عايزة اصعد بس ده انا عايزة اخد البطولة وروح كاس العاية اخد البطولة وروح كاس العالم تاني عشان النادي الاهلي منفعش مبقاش موجود في بطولة كاس العالم الاندية الجهاز الفني برضو يبقى فيه نوع من التركيز يبقى طبعا هو داعم لكل اللاعبين يحط الطريقة المناسبة والعناصر المناسبة ويبتدي في بعض الاوقات من المباراة اللي جاية بقى يبقى فيه ثبات لبعض الناس الا فيه تغييرات يعني بسيطة جدا ممكن انما يبقى فيه بعضه تثبيت لان هو شاف الناس كلها ودى للناس كلها فرص عشان حتى اللعيب يحس ان هو لو كويس هيلعب صح واخد بالك ازاي مش حتى مش عارف مبقاش النهاردة انا ماشي كويس وانبون وبعدين تاني مطش لان برضو مهما ان كان اللعيب عايزي بقى في الملعب بس في ظل يا كابتن معلش حتاخدني الموضوع بسرعة قبل ما سيب حضرتك هل الكلام اللي عايزي بتقوله دا ما هو في ظل برضو كل يومين ثلاثة مطش دا برضو صعبة جدا انا كلاعيب مش حبقى شايف مصلحتي اول لكن المدير الفني شايف ان انا ممكن ارايحك شوية علشان المطش اللي بعده مثلا انا احساسي ممكن رأي يكون غلط يعني الروتيشن والتبديل دا ما يبقاش مطش 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 ما ينفعش ادي فرصة الاول ناس بقى تتعب خالص وغير يعني ازاي لان حتى الراجل اللي بيبقى عايز يلعب دا عايز يستمر شوية عشان برضو يثبت لان فيه ناس بتتظلم بنزله مطش نص الساعة وبتاع بلاقي مش مستوى مش قوي وخلاص يقعد تاني ما انا هجيب مستوى بالمطشات صحيح عايز اقول للجمهور يا جمهور النادي الاهلي احنا لا نملك لا نملك غير الدعم والمساندة والثقاتكو لازم تكون كبيرة في لعبة النادي الاهلي وفي النادي الاهلي النادي الاهلي بتاع الازمات ان شاء الله بيبقى اكبر من الازمات وبيروح لابعد دايما نقطة فان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن شكرا ركبت انشرفت ونورت شعدها جدا بوجود حضرتك معنا هنطلع نشوف تقرير عن اخر الساعدات النادي الاهلي اللي هم وبرات الداخلية وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل احمد سعيد واحمد سابت وكريم سعيد في ضيافة البيت الكبير ازدل المارض الاحمر الستار عن مهمته في دور ابطال افريقيا بعد التعادل بهدفين امام ساندونز الجنوب افريقي في دور المجموعات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسل كولر اغلق صفحة مباراة ساندونز وفتح صفحة جديدة وفتح ذات الصفحة لمباريات الدور المصري الممتاز التي يتربع الاهلي على صدارة الترتيب فيها ويستعد لمواجهة فريق الداخلية ضمن الجولة العشرين من المسابقة الجهاز الفني بدأ رحلة استكشاف فريق الداخلية بمشاهدة مبارياته في الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه بحثا عن مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية بعد ان حقق الفوز على اسوان بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة عشرة تدريبات استشفائية أجراها الكادر التدريبي للتخلص من الإجهاد لللاعبين الذين شاركوا في مباراة سانداونز فيما أدى البودلاء والمستبعدون تدريباتهم لتجهيزهم للتحدي القائم في المباراة المقبلة التي يأمل الفوز بها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية والتي يحتل فيها صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد أربعين نقطة بعدما لعب ست عشرة مباراة حقق الفوز في اثنتين عشرة مباراة وتعادل في أربع دون أي خسارة ليكون صاحب أقوى خط دفاعي بتلاقيه خمسة أهداف فقط كما أنه صاحب أقوى خط هجومي بعد أن سجل لاعبين تسعة وعشرين هدفا ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع كل من المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيدي وذلك لمشاركته في كأس العالم للأندية كلنا ثقة في لاعبنا وفي قدراتهم على تقديم أداء يليق بطموحاتنا للسير بخطا ثابتة نحو اللقب الثالث والأربعين أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خليني أرحمها عشان ما كانوا معنا الأربع فحراح أحب أحمد سعيد وكريم سابت عشان نبقى غيرنا زكا بحمد الحمد لله كله كويس؟ زكا كريم طبعاً أحمد سابت وكريم سعيد هنتكلم عن مباراة الأهلي وساندونز وكيفية الاستعداد لمباراة الأهلي والدخلية الأهلي وساندونز في البداية عايز أقول مبروك طبعاً للمباراة الأهلي النهاردة الرعي الخامس الأول كانت تصالات مصر وبنكة بوظاوية الأول وجي اللي سي والمراصم والنهاردة أشيل خمس شركات رعية ما شاء الله يعني بس اللي عايز أقوله في البداية قبل ما نتكلم على الفنيان على مباراة الأهلي وساندونز إن أنا شايف بعض الآلمين في الإمبارح تحديداً يقولك يوم يسود على الرياضة المصرية وحطين اسم النادي الأهلي طب أنت حطت يا عم اسم النادي والنادي الأهلي قاط عادل على ملعبه بس لسه عنده فرصة أنه يصعد وفرصة كبيرة الاهلي لو كسب الأربع مبارات اللي جاية هيصعد أول هتصدر المجموعة فأنت ما تحطش كلمة الأهلي على عشان يعني بعد الأندية لا يعني كنت تتكلم على أن كل الأندية حصلها لا الرياضة المصرية يعني بعد الأندية التانية بالنسبة لده ده 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 سواد ده ده سواد كله بس أن أنت تحط فيها النادي الأهلي لا النادي الأهلي يا جماعة بيلعب كاس العام للأنديية للسنة التالتة على التوالي بيشرف اسم مصر كان لسه بيلعب ريال مدريد بيلعب فيلمينجو أخذ دورة أبطال أفريقيا سنتين وارا بعد على طول مشرف اسم مصر في جماعة الألعاب وفي جماعة الرياضي هي الناس الحقيقة بعد ما مبارات أسوان كانت حاسة أن إحنا والأداء في الشوت الثاني ما إحنا لسه كنت أتكلم أنا وكريم في هذا الأمر بقوله إحنا متضايقين أوزع لني وكل حاجة بس إحنا على الألعاب في الشوت الثاني رجعنا مع فريق زي قوي زي سانداونز وقدرت تجيب جنين ما هذه قوة شخصية برضو يا أحب أقدرت تجيب جنين وفي نفس الوقت قدرت تعمل شوت خمسة واربعين دقيقة وانت ضاع منا خمسة واربعين دقيقة ولنية ولكن الشوت الثاني أنت مؤدي بشكل جيد والأرقام هتقول لنا هذا الكلام على معتقد يعني لو جبنا الأرقام حتى هتلاقي أن دي الأهل يعني قدم مباراة جيدة بس أنا أنا شايف أن في المباراة فيها إيجابيات وفيها سلبية طبعا طبعا تمام في بعض الأوقات من الموسم اللي لازم ننور اللمبة كده أن في بعض الأخطاء المعينة اللي لازم المتكررة المتكررة اللي لازم نلفت النظر لها عشان خاطر الفرقة في الفترة الجاية أول حاجة أحمد معلش قيمة الفرصة طبعا للمرة المليون بنقول هذه الكلمة قيمة الفرصة أن أنت لما تروح مع فريق زي سانداونز أنت إحنا روحنا تخيل أنت بتلاعب سانداونز صح واحد من أهم وأكبر الفرق في إفريقيا فرصة تحمل عبدالقادر لأ أنت روحت بأربع فرص تقريبا طول المباراة يعني غير الجنين اللي أنت جبتهم روحت بأربع فرص صح السيناريو أعتبر بيتكرر أنت بتضيع فرصة مهمة في أول ماتش يعني ماتش اللي فاتح سين الشحات الماتش اللي قبل كده في ريال مادرين مثلا فرصة أفشا يعني جميع اللاعبين مش شرط بالإسم بس دايما في كل المباراة بتضيع فرصة بس أنا شايف أن النقطة السلبية اللي إحنا لازم ننور عليها اللمبة إن لازم بعض المباراة أقفل فيها الجيم بعد ما تقدم صحيح أنا معاك في دي ما في المياه ليه اللي اتفرج على مباراة فيلامينجو البرازيلي ويتفرج على مباراة امبيرح إحنا كنا متقدمين على فيلامينجو لغاية الديها 76 وانبيرح برضو كنا متقدمين لغاية الديها 80 أول ما أجيب جون لازم بعض الأوقات أنزل ارتكاس ثالث أو مساك ثالث أقفل الجيم وأرجع وراء على الأقل ارتكاس ثالث ولازم بعض اللاعبة إيه يعني برضو ده دور طبعا المدير الفني ولازم بعض اللاعبة في نفس الوقت أقع أخذ فاول أضيع في الوقت أمتص الحماس بتاع الفرق أستحوز على الكورة أقف وراء بعض المشاوات المهمة لازم أقفل فيها الجيم تين نقطة الأولانية النقطة التانية اللي شايفها برضو نقطة يعني محتاجة برضو بعض التعديلات في الفترة الجاية عشان اللي جاي نقطة الضغط العالي ماينفعش أن أنا ألعب بعض المباراة بضغط ضغط ضغط بتيجي اللاعبة بتقع مني في آخر ربع ساعة اللي بنشوفه في المباراة الأخيرة لو هيؤثر بقى عليك كل ثلاث تيام مباراة دي ها هتأثر عليك لأن أنت كمان بتعمل روتيشن آه بس هتأثر عليك بدنيا حتى ممكن بعض الناس تشوف بعض اللعيبة ده مش عارف مثلا مش مستوى مش عشان خاطر فيه إرهاق بدني نتيجة الضغط العالي فأنت لازم بعض المباراة بالذات في مباراة أفريقيا مارسل كولر محتاج في المباراة الجاية في الأفريقيا دي تحديدا إن أنا إمتى أضغط عالي في أول 15 دي أو أرجع في بعض المتشاط يا كابتن إسلام لو خرجت منها 1-0 حلوة قوي مش لازم إن أنا ألعب كرة مش لازم إن أنا ألعب كرة هجومية وافتح الملعب وكده فتح الجيم الزيادة ده ده اللي نوعا ما أنا شايف النقطة دي لكن بصفة عامة المباراة أنا شايفها طبعا قدت لنا الدنيا شوية بس لسه قدامنا الفرصة بسه ما زال هناك فرصة كريم في المباريات القادمة ولكن أنت كلعيب صعبت الموضوع على نفسك بشكل كبير جدا كجهاز فني ولعبين يعني يا مش أول مرة يخسر خمس نقاط في أول جولتين يعني حصلت قبل كده وحصلت كثير حتى الثانة اللي فاتت حصلت بالخسارة من سان داونز والتعادل مع الهلال كانت معكوسة بقى يعني خسرنا من سان داونز وتعادلنا مع الهلال في السودين لكن الفرق خسرنا من سان داونز هنا خسرنا من سان داونز هنا بزرط الفرق إن إحنا السانة اللي فاتت نتائجي منافسين ساعدتنا يعني الهلال ما قدرش إنه هو مثلا يكسب المريق لكن المرة دي هو كسب القطن خارج ملعبه وبالتالي بيدي مؤشر إن مباراة العودة ما بين الهلال والقطن في السودان منتهية يعني تسعة وصل لنقطة تسعة نادي الهلال السوداني سيصل لنقطة تسعة وبالتالي أشوف إن النادي الأهلي الغاد دلوقتي وإحنا بنتكلم الموضوع في إيدنا مصرنا بإيدنا كسبت أربع مباريات باش بس أهل لا لأنت بنسبة كبيرة هتتقاهي متصدر يعني لأن سانداونز والهلال هيخسروا بعض هيخسروا بس على حسب ممكن المباراة دي بقى خطيرة جدا ليه في حالة سانداونز والهلال في حالة لقدر الله لقدر الله اتعدلنا مع سانداونز في بريتوريا ساعتها مصيرك مش في إيدك صح ليه بقى ساعتها هيبقى لو نادي الهلال كسب كسب سانداونز أقرب للسعود هيبقى كده أنت مطالب من التعادل بتاعك مع سانداونز في بريتوريا يبقى على الأقل تقدير اتنين اتنين ليه أنك في آخر الست مباراة هتلاقي ناسك تساويت مع سانداونز في النقاط 11-11 هاي دي الخطورة طيب احنا عندين المباراة سانداونز فعلا سبحان الله يعني الشوت الأول شيء الشوت التاني شيء احنا عايزين نأكد على بعض النقاط اللي قلناها هنا فيما قبل المباراة ان نادي سانداونز ما بيه هاجمش غير من العمق كل هجوم 90% من هجوم سانداونز من العمق معانا صورتين بيوضحونا رقامين خطيرين جدا من المباراة بصراحة رقامين يعني لازم نقف عندهم كتير اوكاد الاسلام رقم خاص بالقراطة العرضية ورقم خاص بالتمريبات ياريت لو نستعرضهم عشان الأرقام دي مهمة جدا لنا عشان مباراة العودة كل الكلام اللي هنقوله النهاردة طبعا ان شاء الله مع الحلقة القابلة مباراة عودة سانداون دي مثلا صورة نادي الأهل أرقامه العشمال يا جماعة ونادي سانداونز أرقامه على لا يعني 91 ده أهلي اه 54 ده سانداونز القراطة الطولية اللي احنا لعبناها في المباراة دي 91 كوه طولية نادي سانداونز لعب 54 بس خلي بالك ده طبيعي او منطقي ليه لان سانداونز بيلعب خارج أرضه ونادي الأهلي بينفذ ايه بينفذ ايه ضغط العالي بس يعني مش دي مش دي المشكلة اللي عنده بس عايز اوصل لي رقم مهم وهو الباسنج أكرسي بتاعنا واللونج باس برضو بورشيز بتاعيتنا احنا بنتكلم نادي الأهلي عام 91 تمريرة طولية في أسلوب لعب يفترض ان احنا عايزين نلعب على الاستحواز أكتر وهي الرقم التاني برضو ده انا عايز اتكلم عندي رقم خطير جدا هو الباسنج أكرسي نفسه في التلت الأخير ليه يا جماعة آخر حاجة تحت خالص آخر حاجة تحت خالص نبص كده عن نسب تركيز كل فري في التلت الأخير من الملعب ثمانية وخمسين في المائة للينادي الأهلي مقابل خمسة وستين في المائة للينادي سانداونس ده رقم لو احنا جبناه من مباراة القطن ويعني ومسؤولي الكاف بصراحة عاملين شغل كويس جدا 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 مسؤولي ده التحال الأفريكوي بيدونا إحصائيات السنة دي من شركات كبيرة جدا وكل أرقام متاحة للجميع ناس ده تاخدها فور فري نادي سانداونس ترك نسبة خطأه في التلت الأخير عندك خمسة أو ثلاثين في المائة فقط فده يبا يقول لك قد إيه الفريق فعلا عنده لعيبة كرة تركيز ها اه طيب دي دي واحدة من الأرقام الخطيرة للغاية وهو رقم الكروسيز نبص على الرقم في السطر قبل الأخير وطبع زي ما قلت النادي الأهلي على الشمال ونادي سانداونس على النادي نادي لعلي 29 احنا عاملين 29 كرة عرضية سانداونس خمسة بس خمسة جاب منهم هدف وجاب واحدة قد خطيرة جدا في نهاية شروط الأول وبس الخمسة وكأجمالي يؤكد لنا أن دامش أسلوب لعبه زي ما كنا نادي كابتسام هنا في الحلقة لقبل المباراة وقلنا أن نادي سانداونس هو الأسلوب واحد مع مكوينة الراجل ده خلص بيحاول يعمل برشونة أفريقيا وبينفزها بكل أمانة بينفزها مع سانداونس أحلى من بيتسو موسيماني اللي يشوف سانداونس بيتسو موسيماني ومحاولته التطبيق التيكي تاكا قبل ما يجي الأهلي ويقررها بمكوينة دلوقتي أنا فوقت نصي بكوينة من فوق لعبه أحلى كتير وكمان بيقدر يعمل إفشينسي وإيجادة أعلى حتى شفناها في مباراة القط وشفناها في وقت الهلال ومقود دامنا بكل أمانة الفريق فعلا كرته حلوة وخطير وطبعا وإحنا كنا حذرت لأنا وثابت من كاسيوس مالولا واتكلمنا على الولد ده وقلنا الولد ده خطير ولازم يتمسك كويس لكن الأمانة إحنا يفترض أنا لمزعلني إن إحنا كان فيه حاجات كتيرا قدنا كنا ممكن نتجاوزها بس إحنا الشوط الأول ديانة 45 ديانة وجهة نظري الاعتماد بـ Playmaker كان أمر فيه مخاطرة كبيرة جدا إن كان لازل نلعب واحد ثالث في نصي من لعب ووضح الإفشينس بتاعها في نهاية المباراة إن إحنا خلاص أحلى حاجة فينا الشخصية الحاجة قلتها من شوية اللي إحنا مشوفناها شماطش الهلال إحنا دخلنا شوطة تاني وإحنا مغلونا حد صفر في خلال 25 دقيقة قدنا نجيب هدفين وضيعنا راكلة جزاء دي شخصية نادي الأهلي لما كنا بدنيا وقفين صح دي مشوفناش مواطش الهلل طيب مفروض بفعلا في نهاية المباراة كنا نلعب بحذر أكتر وكنا كمان قبل ما نأمن بتالت في نص الملعب كنا نأمن بتالت في الدفاع ليه؟ عشان أي تحديد أداء بس خليناك الإصابات اللي حصلت طبعا أكيد أصر يعملها كتالت خصونا ليه كتن الإسلام بتشرح بتقول مثلا الكورة بتاعت الهدف التاني بتاع نادي سانداونز غريبة بس هم مصرين لأنه هو من العمق نادي سانداونز يا جماعة ما عملش أي ستريتش للملعب 90 دقيقة ما فيش حد وقف على الخط مكوينة أي لكل اللي هي بتاعته يا جماعة إحنا بنخترك بالعب بيحط اتنين وقفين بظهرهم للحارس بتاعك بيسترموا بظهرهم بيعودوا يلفوا بيك واتنين جاي من الجناب بيلعبوا للداخل وواحد داخل جاي من خط الوسط عملين لك كارثة ومصيبة في عمك الملعب من لغبطينك جدا وإحنا بصراحة معلثناش حتى في الهدف شوت الأول الحقيقة شوت الأول ده كمان الشناوي بصراحة يعني كل الأمان الشناوي يا جماعة عشاء الكورة والله ما تتشال صح ليه بريجو والله ما تتشال مش ممكن عكسها من الملولة ما تتشالش بس في الآخر احنا خلص الحمد لله قدر الله مشاء فعل وطبعا النتيجة أنا بشوفها ديجة سلبية محتاجين إن إحنا فعلا بقى نقف ونشوف اللي جاي إيه آه اللي جاي ونحاول نصلح الأخطاء بإذننا سريعا يا فارس تقول لنا برضو فرص صعود النادي الأهلي في دور المجموعات أولا بالنسبة للمبارايات ناخد بس ترتيب مباراة الأهلي ومباراة الهلال ومباراة سانداونز مباراة الأهلي ليه الترتيب المباراة الجاية في الأفريقيا عشان تعرف آه الأهلي والهلال وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو القطن وصنداؤنذ والأهلي لكن هلاعب القطن في السودان والصنداونذ وفي السودان والأهلي في مصر صنداؤنذ الجنوب الافريقي متبقله متبقله معقش الأهلي في جنوب أفريقيا والهلال في السودان والقطن في جنوب أفريقيا تمام؟ بإذن الله في إذن الله عندما نقسب حنحسب إننا بإذن الله لлагGANatro يكسب القطنmesi لهم يربiban القطن الكاملولي بإذن الله سنظر بعد ذلك بعد الفوز وإيه اللي سيحدث؟ هتبقى مباراة الاهلي وسندونز اهم مباراة في المجموعة دي ا Lib见 disney مباراة الاهلي وسندونز بجنوب افريقيا المباراة سندونز التعادل زي الخسارة ازاي بقة تعادل الاهلي مع سندونز او الخسارة من سندونز هي هياها انت لازم تكسب لازم ان شاء الله أنا شايف ان سقواد النادي الاهلي اتفرجت على كل مباراة الفرق احنا اعلى سكواد موجودة في الفرق كلها بصراحة سقواد النادي الاهلي مفيش فرقة في افريقيا زي النادي الاهل في القايمة. لكن لو ما استغلتش الدكة مش هيباني انت اقوى فريق. تمام بس بس سانداونز رغم الكوة اللي الناس شايفاها بيها الا ان سانداونز عمره ما تاخد افريقيا من وجهة نظري. ليه? هاولك مساعدة. سانداونز ما بيدفعش كويس. والفريق اللي ما بيدفعش كويس عمره ما ياخد افريقيا. وده انت بعاك حاجات في درج. معاك حاجات كتير قوي. لازم تضيف الدرج. صحة. يبقى كده ما انا ازقت بس انتاش. يعني احمد القندوسي ما لعبتوش ليه. مسلا. مسلا. اه. بس لسه اللي جاي ان شاء الله في الاربع مبارات الجاية ان شاء الله يعني بازن الله. بس نتكلم بس على تحديدا على مبارات الاهل و سانداونز. النادي الاهلي بازن الله لو لو فاز على سانداونز هيبقى بنسبة كبيرة بيتجه للصدارة وبيرايح الناس كلها. طب حالة التعادل او الخسارة لقدر الله من سانداونز هيبقى النادي الاهلي محتاج ايه? هنبص للمبارات تانية المهمة مبارات الهلال و سانداونز. انت ليه? ليه عايز تكسب السانداونز في جنوب افريقيا كمان? عشان يدروح يلعب باشي جمد هناك. عشان اه. عشان الهلال و سانداونز يلعبوا بعض سانداونز ما يسبش الماتش من الاخل للهلال السوداني. صحيح. ويتح بالاهل من دور المجموعة. صح. برافو عليك صح. ده ده الاساس بتاعنا. كلام صحيح. بالتالي مبارات الهلال و سانداونز اللي هتبقى يوم 17 مارس في السودان. الاهلي هيبقى محتاج فيها ايه? فوز سانداونز او تعادل الفريقين. او تعادل برافو عليك صح. مش هيبقى محتاج فوز الهلال. فوز الهلال السوداني ده ضد الاهلي خاضر. لأ وخليه كمان عايزة تدفع لكلامك حاجة مهمة جدا. حكمين مطشين سانداونز ويه الهلال يا كابتن الاسلام. في الجولة الرابعة والجولة الخامسة. من الصف التاني حكام الصف التاني لأفريقيا مش صف الاول. يعني احنا حكميننا مطش الهلال وحكميننا مطش. اه سانداونز حكام من الفئة الاولى. انما الجولة الرابعة والجولة الخامسة هيجينا حكم سنغالي. مبارات سانداونز هناك في بريتوريا. حكم مش مصنفين الاوائل. و مبارات القطن فيه جروة حكم كيني. فلازم ناخد بالنا جدا جدا وبأمانة. مش عايزة يعني ايه. اتذكر كده مقولة كان قالها جو زيه. اي زمان يعلم كان النادي الاهلي بيتأهل كل سنة ليه الفاينال. كان يقولك احنا بنحس ان احنا مش يعني. الناس مش عايزانا كل سنة في الفاينال. ليه ان هو الاهلي اهلي اهل اهلي عطوله. هو عايز يبين للعالم ان برضه يا جماعة في. في حاجة غير الاهلي. في اندية تانية. لو بصينا على ترتيب المجموعة. ترتيب المجموعات تحديدا. ترتيب المجموعة في النادي الاهلي كده. إن شاء الله بإذن الله لو لقدر الله يعني إن شاء الله نكسب سانداونز مباراة الهلال و سانداونز طبعا قدامنا ترتيب المجموعة هو سانداونز حاليا سبع نقاط الهلال السوداني ستة النادي الأهلي نقطة النادي القطن الكاميروني ولا نقطة فبالتالي النادي الأهلي يا جماعة أهم مباراتين متبقيين طبعا كل المبارات مهمة ولازم تكسب المبارات بس تحديدا المبارات اللي حيكون عليها لزبط مبارات الهلي و سانداونز اللي هي في جنوب أفريقيا ومبارات سانداونز والهلال السوداني مصلحة النادي الأهلي عشان يصعد بإذن الله يعني الهلال السوداني ما يكسبش سانداونز أو يتعادل حتى لو لا قدر الله تغلبنا أو تعادلنا حتى آه يعني بالنسبة لك التعادل زي الهزيمة قدام سانداونز من الآخر لا والنطق عليك الإسلام دي مهم أقول لحضرتك فوزك كمان بيجبر سانداونز يروح يلعب مبارات الهلال بكل روح معنوية عالية في حالة التعادل يعني لو بصينا الهلال وسانداونز طبعا يعني لو بصينا هنلاقي أن الأهلي محتاج يفوز على سانداونز محتاج فوز سانداونز على الهلال أو تعادل الفريتين مع فوز طبعا فارق المواجهات المباشرة الأهلي هيبقى محتاج بعد كده مثلا يعني في حالة التعادل مواجهات المباشرة لو التعادل مع الهلال فأنت محتاج تكسب الهلال 2-0 تمام عشان الهلال كسبك 1-0 فأنت هتحتاج تكسبه 2-0 زي ما كريم قال برضه بالنسبة لساندون crim surveys فانا شايف ان التعادل زي الخسارة قدام سانداونز و المباراة بالنسبة اللى هي مباراة الهلال و سانداونز تحديدا محتاج النادي الاهل الي ان الهلال ميكسبش باي شكل من الاشكال يعنى طيب عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كيف استطاع سانداونز ان يتعادل مع النادي الاهلي في المباراة السابقة و هل تكلموا عن الداخلية يعني نota المباراة اه عن الكلمة عن سانداونز اكتر في هذه المباراة كيف استطاع سانداونز ان يتعادل مع النادي الاهلي في المباراة الاخيرة فاصل وبعد الفاصل درجة لك اهلا وسهلا بحضراتكم مرأة اخرى عزائي المشاهدين كيف استطاع سانداونز ان يتعادل مع النادي الاهلي عايز اعمل فلاشباكة الاسلام لنقطة كنا اتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت وحلقة تفضلت مشكورا جيت عندنا هنا عند السكرين واتكلمنا على نقطة الضغط العالي وان الضغط العالي لازم نبقى احنا حازرين جدا فيه بعيدة عن الموضوع البدن كان بيتكلم عليه سابت لكن لازم نكون حازرين واحنا بنتعامل في الضغط العالي مع فاليه زي سانداونز لان كان احنا قدامنا لو انت قررت انك تضغط ضغط عالي الضغط اولاني انك تخطف الكورة بالزبط بالزبط زي ما حصل في لائبة احمد عبدالقادر وحولت نمسك من الشكر الدفاع للشكر الهجومي الحاجة التانية ان انت لو ما قدرتش اخبر الكورة تعمل فاول مثلا انا عايز نرسم بس نجيب الاسهم ولو ممكن بس نرسم تشكيل الاهلي عشان انا ما عنديش ال اكس والاوز هنا ما عنديش علا بس نرسمها قدام شوية نحط نصف ملعبه ونحط تشكيل النادي الاهلي ضغط عليه في الملعب بتاعه ونشوف الفكرة اتكلم عن الفكرة بات لبا خالف اه يعني ببساطة انا عايز لو ممكن بس نرسم ال اكس والاوز بس انا ما عنديش اكس اوه على السكرين ان دفاع سانداونز يا كابتل اسلام وهو بيحضر الكورة هو ممكن يكون بيعملك مسيادة وده اللي حصل في الهدف الاول لنادي سانداونز النادي الاهلي بيلغط على سانداونز في نصف ملعبه بحوالي خمس او ست لعبين كلهم ضغطين قدام على الفريق لو فريق سانداونز خرج بالكورة هيتحط على طول في شكل واحد على واحد لو ممكن بس نجيب خلاص اوكي خلاص ممكن نجيب الحالات ونجيب بس انا عايز الهدف الاولاني لسانداونز الكورة من اولها ونشوف ازاي الفريق خرج من الضغط العالي للنادي ده ضغط لعبين الاهلي مضبقين ضغط العالي من نصف ملعب نادي سانداونز وفريق سانداونز هنا بيحاول على قد من يقدر يسحب اكتر عدد من اللي عيد من الاهلي عشان يفضي التلت اللي خلاص عندنا احنا ليه عشان يعمل مواقف واحد على واحد اه دي فكرة كان لازم يتقلل عبت الاهلي طيب لما احنا بنطبق الكلام ده يا جماعة قدام حاجة متنين هتخطف الكورة زي ما عدت كوت عبدالقادر لان لازم تعمل فاول احنا ولا عملنا دي ولا عملنا دي وبالتالي ادر سانداونز نهو ان نكمل بقى اللعبة ونشوف لما راحوا عن دي بتاعت عبدالقادر عملناها بشكل ممتاز جدا وقدت الشكل الايجابي للضغط وقداننا ناخد الكورة لكن لما نشوف اللعبة بتاعت الهدف بتاعهم هنلاقي ان هما لما وصلوا عند تلت ملعب النادي الاهلي بقوا ثلاثة على ثلاثة وانا مش مع الناس خالص اللي بتلوهم على علي معلول قاسم مش غلط تعالى انت لما ما تحطدت في موقف واحد معات لعيب واحد الكورة ممكن تعدي منك خلاص ودقى لقاسم مش شكل ادفاعي ان انا احاسب لعيب واحد على واحد زي ما احنا من حاسبش حراسة المرمى في الانفرادات مفيش في الدنيا مدير فني بيحاسب حرس مرمى في الفراد يقولي خلاص الانفراد المهاجم عنده فرصة رؤية افضل دي كورة اعتقد دي كورة اللعبة اللي بيلعب عليها سانداونز دي اللعبة اللي بيلعب عليها سانداونز دي مع سابت سابت الشرح اللعبة اللي كان بيلعب عليها سانداونز في المباراة هم كانوا طبعا يعني متوقعين النادي الاهلي مع مرس الكولر بيعمل ضغط عالي وهم طبعا عايزين عندهم اسرار زي ما شفنا ان هم يحضروا من تحت فكانت اللعبة كلها ان هو حاطت بيتر شيلول اللي هو المهاجم حطه في المساحة اللي في ظهر معلول وعلى فكرة سانداونز كل ما يلعبنا كل سنة بيلعب محمد هاني ماشي بس بيحط واحد ورا معلول بيتر شيلول الشوت الاول والشوت التاني نزل مورينة تحديدا حتى مورينة ده جاب فينة جون السنة اللي فاتت وجاب فينة جون السنة ده برضه بنفس اللعبة فتعالنا نبص هنا كرة اللعبة متولي متولي خرجت منها منها لعب في ظهر متولي ومحمد هاني guerшard ادارب هنا معلول طبعا بيتر شيلول اللي هو اللي هو اللي ورادة هو اللي الكرة هتتلعبله اللي شاف كرة الهدف الاول يفتكر انلي ما شاهدهاش يفتكر انليه هذا الهدف الاول يعني دي نفس الهدف الاول بزيبا بس مش هاية دي اللعبة اللي قبل الجون يعني دي اللعبة اللي قبل الجنة الاول بتاع سندونز في المساحة اللي في ظهر عليه معلول ودي كانت جرس الانذار للنادي الاهلي في المباراة دي هاد بقى لعبة الهدف برضو نفس اللعبة دي بقى لعبة الهدف بص هنا هنا حاولنا نضغط ما اخدنش الكورة نفس اللعبة كريم نفس اللعبة كان بقى بص هنا اهو اتنين على اتنين واحد مع واحد واحد مع واحد مساحة صعبة جدا يعني صعبة صعبة لا بس احنا هنا المفروض تلاتة على اتنين اهو. اه. بس هنا مشكلة هنا معلول برضو طبعا هو منكتر الجاري والضغط البدني فهو في العودة في الارتداد الدفاعي هو راميله بترشيلول. معلول هنا ركز مع الكورة. مركز مع المان. اتلعبت فيه الجانب الاعمى العالي معلول. فطبعا هي مش غلطة معلول بس. هي غلطة جماعية للفريق كله. اولا من الزرق اليمين. معلول واقف صح عشرة. اه. بس كان ممكن يلحقها لو قرب. ممكن ملحقها. ممكن ملحقها. اه كم اه كم اه كم. يعني يعني. على فكرة. انا لو بكرايت وواقف كده. اه. لازم اقف زي معلول بالزبط. صح? يعني لازم اقف كده بالزبط. يعني بس يمكن يمكن اكون باصص يعني ناحية جوه الملعب شوية. اه. يمكن. عشان اخد العرضة القريبة. عشان اخد اه بالزبط كده. اه. ابقى باصص جوه الملعب شوية. بس بردك. اه. بس هي اللعبة. المية اخدته جريت. ايه. خلي بالا. مية اخدت الكورة. دي اهم حاجة برضو. اللعبة اللي لعبوا عليها. ان انا بفضل مساحة الكاسيوس. اللي هو في ظهر معلول. والتاني بترشيله اللي بيجري. والمهاجم هو اللي اه زي ما قلنا كان بيجري لورا. هنا ده الاختراك من العمكة كريم. الاختراك من العمكة احنا اتكلمنا عليه مع حضاكة اسام مرة اللي فاتت. وجبنا لقطات كتيرة من بارتين الهلال والقط. مش ممكن. بجد والله مش ممكن. بص الفريق. موقف لك. بص هو حتى بيطلب الكورة. يعني بص اللعبة دي. فعلا اكبر دليل على تاكتك سانداونز. مش ممكن الجراءة لاعب عنده واحد وعشرين سنة نازل هنا قدام النادي الاهلي. في ملعب النادي الاهلي. وسط جمهور النادي الاهلي. وبيقول له بيطلب الكورة من عمكة الملعب. ده بسبب ايه? ده بسبب ان المخوين اه مدير الفني في سانداونز هو السيستم واحد. واحنا كل افريقيا عارفة وشايفة. الفكرة في حدة انت حاول توقفني. بكل امانة بيلعبوا. وانتو الوان سري في عمك الملعب بكل جراءة بكل سلاسة. وهم كمان لعبة حليب. لعبة كورة خماسية. يبيعب خماسي يقدر يشوف اللعبة تستلم تحت الضغط. وانا طبعا. في المساحة اللي في ظهر معلول. هو رامي. رامي بيتر ده فين؟ بيتر شلول اللي هو المهاجم. بس مش عمليه. يعني بكل يا سايف مسلا. يعني مبارتنا مع مع سانداونز بريتوريا دايما. كدو بيعملوا ستريتش الملعب. يعني بيشت. لا لا ده كان واحد بيوافع الخط ده. واحد بيوافع الخط ده. لا الكرة اتغيرت دلوقت. هما بالنسبة لهم حتى. حتى لما احنا جبنا وقلنا الزغيرين بيخش الجوة كفول سباك. لا ما عملش كده. هو ما عملش لأ لانه هو بدأ باربعة ثلاثة ثلاثة. لانه لأ لانه ما اقدرش يعمل كده هنا. ممكن يعمل كده في بريتوريا. ومع النادي الالي مش هيقدر يعمل كده. لانه دي لو اتقدت هتبقى فيها مسحك بينا جدا. تعالى نتكلم بقى في ايجابيات شوية. يعني نتكلم في ايجابيات. الحمد لله. اه. انا انا شايف ان فيه تلات لعيبة واحد من نجوم المباراة. هات بقى الاول الشناوي يا جماعة. هات لعبة الشناوي. الشناوي اسست وانقاذ حول مجرى المباراة. فده يستحق زي ما الناس بتنتقده لازم تشيط بالشناوي. زي ما بعض الاوقات الناس بتيجي عليه. طبعا. النهاردة الشناوي هو نجم المطش. نجم واحد من نجوم المباراة. لما واحد هات الصدة بتاعته ده الانفراد اهو. بص الكرة دي. اه ده ستة سبع يارد. ده عامل زي حارس كورة اليد. لما بيشيله الكرة برجلو. صراحة انا قلت جول. اه. واتشالت وبعدين اتبعت وصدها تاني. ده كانت اديها كم? سبعة وخمسين يعني اقول تمانية وخمسين كانت هتبقى اتنين سفر. هتبقى اتنين سفر. هنا دور الشناوي ساعة اما اتكلمنا وقلنا هيبقى ليه دور مهم في البلد اب بتاع النادي الاهلي. في تحضير الهاجمة. محمد الشناوي من احسن الحراس في مصر اللي بتلعب الكرة برجلية على فكرة. هنا بص الشناوي بيعمل اسست لمين? لحسين الشحات. هو المخرج ما جابهاش بتاع المباراة. بس دي الصورة اللي جات. اللي هي حسين الشابوس. الاسست جاي من ين? مش الناوي. ليه حسين الشحات في المساحة اللي في ظهر مورينة. الباكي اليمين بتاعه سانداونز. فانت بتتكلم في حارس على طريقة ادرسون. حارس مانشستر سيتي. بيعمل اسست وبيتصدق. هنا هو اللي لعبها. لحسين الشحات. فده يستحق تقييم عالي. واحد شايل الفرقة. صح. وحول مجرى المباراة من اتنين سفر. كانت هتبقى اتنين واحد للنادي الاهلي. وهي فعلا بقت اتنين واحد. الحاجة التانية صنع الجوني التاني للنادي الاهلي. فمحمد الشناوي يستحق زي ما الناس بتنتقده في بعض الوقت. لازم الناس تشيد به. لازم يدوله حقه. طبع. لانه واحد. لانه احسن حارس في مصر. صحيح. تمام? نكمل حسين الشحات برضو واحد من اللعبة اللي تستحق التحيعة في الاداء. ويعتبر جناح. فترة اخيرة ممتاز. فترة اخيرة حسين الشحات بصراحة بيقدم كل مباراة. سواء يعني بيلعب كاساسي او حتى بنزل كبديل ممتاز جدا. ولكرة. حلوة. حلوة. عكس. لا وعكس بصراحة الزاوية على الحارس. كانت صعب جدا. مع ان الحارس بصراحة في الشوت الاول. يعني اجاد في التصدي قطع عبدالقادر. حارس متخب جنوب افريقيا وليا. كانت حلوة بصراحة من. لكن حسين علف يتعامل معاه في الكرة دي. وكوننا نتمنى يعني نحافظ على الهدف ده. تعالنا نتكلم بقى على اللعيب السوبر التاني مروان عطية. مروان عطية هو اهم مكسب. اهم مكسب في المباراة الاخيرة. بص هنا مروان عطية الكرة دي يعني تعتبر لقطة المباراة. غير زي انقاذ الشناوي. لقطة المباراة برضو المروان عطية والانقاذ ده. بص هنا الشناوي فين المروان عطية فين. في وسط الملعب. الكرة دي ارتادها. ارجع بس كان اللي فيه صورة قبلها. هنا برضو الصورة. هات الصورة اللي بعدها كده. فتح اسبرينت عشان يلحق. ده في التاكلينج. التاكلينج ده بص هو اصلا كانوا في بعيد خالص. ريججرة وضغط وقدر ان هو يعمل تاكلينج. التاكلينج بتاعه كان تاكلينج ممتاز. هنا الصورة دي اللي هي منع هدف محقق كان في ديها برضه 24 من عمره المباراة. مروان اعطيه عامل حوالي 9 تمريرات طولية في المباراة. قدم مباراة ممتازة. ممتازة. هايل. مكسب كبير جدا. جدا لخط وسط ملعب النادي الاهلي والمنتخب مصر. يعني سنائية حمدي فاتحي ومروان عطيه ومعهم عمر السلية تحديدا دول مكسب لمنتخب مصر. وهيخش معهم امام عشور برة. هتبقى مع طريق حامد برضو. انت عندك خمس لعيبة في منتخب مصر. هيبقوا هايلين. منهم تلاتة من النادي الاهلي. صحيح. فالنادي الاهلي دايما ما بنقول هو يعني ولاد للمنتخب. عموما يعني تعادلنا. عملنا مباراة شوتها التاني كنا فيها افضل بكتير من الشوت الاول. لكن في النهاية انت حطيت نفسك في موقف ان انت لازم تكسب الاثنشر نقطة اللي جاية. بدون. عشان ما نخشش في حزبة. والكلام بقى اللي قاله مش عارف مين يكسب ايه. وليه نعمل ايه. لكن في النهاية يجب ان يفوز النادي الاهلي في الاربع مباريات القادمة. اذا اردنا الصعود بنفسنا دون النظر الى اي نتائج اخرى. انا بشكرك جدا يا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وغدا حلقة جديدا من البيت الكبير.